اهلا بكم في دراسة عجبتني قوي 18% من المشاركين فيها افادوا بحاجة لطيفة بانه المشاكل الصحة النفسية مرتبطة بمشاكل الاسنان وانه اللي دوموا على زيارة المستمرة والرعاية المستمرة والصيانة لأسنانهم قلت عندهم هذه المشاكل النفسية من قلق اكتئاب توطر عاطفي ميول نفسية حد زي ما يقولون انت حاري إلى درجة كبيرة للغاية عشان كده بقولي انه الصحة النفسية ارتبطها الوسيق وعلاقة معقدة مهمة جدا بين الصحة النفسية وبين طب الاسنان بين صحة الاسنان وعشان كده كل نجمات العالم بيلجأوا إلى تحسين حالة اسنانهم لانهم بيتحطوا في توطر شديد جدا بكلم عن نجمات السينما في العالم بيتحطوا في توطر شديد جدا وبالتالي التوتر الشديد بيوسحبوا قلق اكتئاب كل ده مش هيزود المشكلة كمال بينه يكون عنده مشاكل في شكله أو في اسنانه الاسنان الرعاية لها مهمة جدا وبرضه في نجمات كتير في العالم اهتموا باسنانهم من درجة انهم أمنوا عليها أمنوا عليها يعني عملوا عملية تأمين مش باع على جسمهم كله على الاسنان لو حصل فيهم حاجة أمريكا فرارة دي شركة شركة كبيرة جدا عملت حماية استثمار لأمريكا فرارة دي اللي عملت مسلسل اسمه أجلي بريتي عملت تأمين بعشرة مليون دولار بوليسي تأمين بالرقم ده عشان الشركة اللي عملت لها بقى الرعاية لسنانها راحت قلت لها يا عم لا حد يخبطها ولا حاجة في فيلم ولا في مسلسل الأشهر منها بقى جوليا روبرتس أمنت على سنانها بعملت تأمين على سنانها التخيله بكام 300 مليون دولار حاجة رقم خرافي فلكي طبعا حدش يقرب من جوليا روبرتس دي من سنانها بأي حال من الأحوال ولا هي يعني تجرؤ انها تضر سنانها لانه الرقم رقم غريب جدا دي بوليسي تأمين على السنان يعني في بوليسي كان زمان في حاجة اسمها بوليسي تأمين على الحياة يا موجودة لغاية دلوقتي ده دلوقتي في بوليسي تأمين على السنان طب حلو السنان إذن شيء عظيم ومهم جدا ونعمة ربنا مديهن وحتى لما توقف قد ربنا مدينا نعمة تانية بديلة نشوف عشان تعرف نعمة ربنا وتعددها عاملة زي ندى الناس علم الزراعة الأسنان علم زراعة الأسنان رجع السنان لحالتها شبه طبعية خلي بالكم من شبه دي دي علوم والعلم جزء من النعمة فلازم ان احنا نشكر ربنا على النعمة بيستخدمها الشكر على النعمة في العلم اننا استخدمه تعالوا نقرب من هذا العلم بالتفصيل ونعيش مع قصص مسيرة النهاردة وحكايات عنوانا النهاردة حكايات على مش القهوة لا لا على مكتب طبيب أسنان بس طبيبة أسنان ضيفاتي العزيزة واحدة من نجوم عالم طب الأسنان نهار ضيفاتي العزيزة لأستاذ دكتور إسراء السعيد استشاري جراحات الفم والأسنان وصحاب الدبلومة الأسمانية لزراعة الأسنان من جامعة سيفيا ماجستير جراحة الفم والأسنان أهلا بيك دكتور إسراء زي ما أنا قلت العنوان النهاردة من على المكتب من على المكتب وليلي الأول ايه رأيك في التققق يعني في في البوليسة التأمين تلتمية مليون دولار هي حلوة صراحة هي تتحق يعني استعمل بس مش درجات يعني مش درجات تلتمية مليون هي عاملت الموليسة يعني ما عرفش هل الرقم ده يعني بيسموها صاحبة الابتسامة الخارقة هي ابتسامة حلوة فعلا ابتسامة حلوة جهر تمسلها جميل كمان خلينا نقول انه التقويم واحدة من أساليب الخاصة بعالم طب الأسنان طبعا لها دور مهم لكن السن المناسب للتقويم انتي عارفة الممثلة الأولين دي مسلت مسلسل اسمه أجلي بريتي عارفة عملوا ايه في شكلها عشان يخلوها تتحول من أجلي إلى بريتي خلعوا سننا خلعوا سننا مش خلعوا هم عملوا شكل تركيبة سنان مش حلوة وش في تركيبة سنان مش حلوة وبعدين قال يعني عملوا ما عملوش لفيلر ولا بوتوكس ولا أي حاجة حولوها من بنت البنت بالسنان طبعا في نسخة عملت من أجلي بريتي ده في مصر عملتها اسمين عبدالعزيز حاجة كده في التلاتة يجزبون عليها أو التلاتة يخدعونها حاجة في فيلم كده وكانت كمان إمي سيمين غانيما عملتها بقى بشكل كلاسيكي اللعبة كله في السنان صح السنان بتغير الشكل توتلي عضرتك انت أول حاجة بتبص عليها في اللي قدامك أول حاجة عينك بتروح تلقائي على أسنانه ولو في أي حاجة غريبة في أسنانه انت بتلاقي عينك مجدودة لها وتلاقي نفسك دايما معلم البني آدم دوت بمثلا الخط بتاع النص اللي هو فلق السعد بيقوله عليه دوت تلاقي نفسك اللي عنده سنة مكسورة أو تلاقي عينك راحة على طول على المنظر لا هي ملفتة على فكرة أكتر حاجة ملفتة في الوش بتاع البني آدم هو الأسنان يعني حكايت فلق السعد ده هو فعلا فلق السعد أنا نهاردة كان عندي أنا عندي بيش أنت بقوله طيب أنت مش مدايقك قالي لا 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 خالص تعودت عليه العظماء هم عندهم الفراغ ده بدا الأسنان ده دي كلمة بيقولوا على نفسها آه والله طيب ربنا يسعيدك على الفكرة هذا الفراغ بين السنتين مش حلو هو مش حلو وعكس التجميل تماما إيه جمالي أن السنان تقوم مرصوصة وكلها جنب بعض المسكة ما بيبقاش فيه فراغات ما تدخلش أكل ما تطلعش اللي عابو أنت بتتكلم هو ده جمال إنه مرصوصة جنب بعضها لكن الفراغات ديت لا طبعا لا طبعا مش جميلة بس هو حبيبها هو حبيبها هو خد عليها خد عليها خايف من شكله مزيح برضو هو حاجة إديوكيشنل برضو أو حاجة زي تربوية اجتماعية هما من هو صغير أهله قالوله أن أنت مختلف مش هتلاقي حد زيك دوت لأن أنت حد يونيك حد مميز حد دي دايما بتبقى علامة الزكاء الشديد فهو خلاص حصل عنده في المايند سات بتاعه إن ده أنا حد زكي والدجيل أهو هو مفيش حالة شكلية مفيش فتشر شكلي لزكاء والزكاء النسبي في أسكياء في حاجة وفي أسكياء في حاجة تانية صح في زكاء اجتماعي زكاء علمي في نوع للزكاء في ناس أسكياء علميا جدا لكن على مسؤول اجتماعي بيخفضها بالظبط خلينا نروح للسن المناسب للتقويم على حسب حالة التقويم ممكن نحدد السن بتاعها الصح إن إحنا لما بيكون ابننا عنده ست سنين سبع سنين ماكسموم تمانية لازم نودي الدكتور يقول لنا هو أصلا حالة تستحك التقويم وهلا ليه؟ لأن مش كل الأمهات والأبهات عندهم فكرة إن مثلا لما الدقن تطول يبقى دوات عنده مشكلة في أسنانه ودي اسمها عضة معكوسة لما بيكون فيه بروز في الفك العلوي هو مبقاش مميز ليه؟ لأن الطفل بيكبر يوم وراء يوم ومامته شيفاه وبابا كل يوم فما بيبقاش مركز أو مش واخد بلهم إن ده بروز فعلشان هما بقوش واخدين بلهم إسه حلودي ابننا للدكتور من ست إلى تمان سنين يقول لنا وضع أسنانه مظبوطة وعرق العضة بتاعته مظبوطة وعرق ساعتها بيكون هو دوات السن المناسب يعني مش كل الحالات بنبدأها لما الأنياب تنزل أو لما العضة بتكتمل زي ما بعض الناس بتقول دي معتقدات شعبية مش مظبوطة فيه ناس بنبدأ لها ست سنين فيه ناس بنبدأ لها 13 سنة فيه ناس أقول لك لها اتأخر شوي كل حالة ليها استنى الأبتمام بس علشان ننهي الكلام في الموضوع دوات ست سنين اللي بدأ نتكلم طب فيه كتير من الستات وبرضو يعني أصدقائي يقول لك إن ابني عنده أن يبدأ ركول أن يبدأ ركول طب ماشي هو أنا خايف بس لو الأب قال لابنه كده يبقى تنمر هو تنمر كده هو تنمر هو كده بقى تنمر على فكرة في الكتاب في الكتاب اسمه دراكلة دراكلة على فكرة في الطب البشري عندنا دراكلة بقى هو ده تنمر متأصل في العلم يعني جايب معانا من زمن قوي فيه عاجات في الطب كتير قوي تنمرية من وبينك يعني أو الله يعني لما يسموا مثلا انفرد شامبين بوت الأبيرانس مثلا بناسبة لحالة مرادية طيب شوفين ده بقى وصفوا بالإزازة يعني وصفوا رجلي بن قدم بإزازة أو الله برونية المصر أترك لكن خلينا نروح بقى للسن المناسب للتقوية ستة سنين بعدي ستة سنين من ستة لثمانية خلص طب دراكلة تيث دي السن المناسب لها ايه؟ اصلا انت مش هتعرف انها دراكلة تيث غير لما الأنياب تطلع اوكي علشان خاطر انت بيطلع الأنياب في رينجة 12-13 سنة زي حالة زي كده اه خلص احنا عندنا الأنياب طلعة والأنياب طلعة لبرا بوضوح العبدة نفسها مش مزبوطة كل الأسنان مش مزبوطة في مكانها الحالة دي اسمها دراكلة تيث في الكتاب بس احنا دايما العيان بيجي او والده بيقول ايه؟ اه زميله بيكلمه بطريقة مش كويسة او بالطريقة عليه في المدرسة عشان عنده النياب طلعة لبرا وعلى فكرة لو متصور عادي ومن غير الريتراكتور اللي مفتحين بيه البق ده بتلاقي ان النياب طلعة من برا من شفيفه من برا شكلها ملفت جدا يعني حتى هو قافل بقه بتحس بالنياب تحت شفته شكلها مش جميل الحالة ديت لازم تتعمل تقويم مفهاش كلام وعلى فكرة هي من اسهل الحالات العلاجية يعني مش حاجة صعبة قوي ولا بتاخد وقت طويل وبتجيب نتاج حلوة جدا الحالة دي رينجت 9 شهور سنة اعتقد لا ما كملتش السنة ممكن من 9 ل 11 شهر مثلا جابت نتيجة اكتر من هيلة السنان كلها اترصت مزبوط اللي بتسانة بتاعته مزبوطة العلاقات كلها اتزبطت ما بقاش النياب طلعة لو تاخد بالك الفولز بتاعت السنان الفولز بنازم المراخير لتحت بقت شكلها طبيعي جدا ما بقتش فيه النياب طلعة من تحت كده شكلها ملفت فدي بتأثر جدا في نفسية الطفل او الشاب اللي عنده المشكلة دي وللأسف هي بتعالج معالجة خاطئة تماما يعني كتير يجي يقولك انا حصل كذا فروحت الدكتور خلعهم لي لا هذا دي مشكلة كبيرة جدا الدرس رقم 6 والأنياب هما ده بتحكموا في العدة فالناس تيجي مثل تقولك ايه طب ايه اهمية العدة يعني ايه هي اهمية العدة العدة هي العلاقات ما بين الاسنان هي المضغ هي النطق هي مفصل الفك فهي دايرة عمالة لفح عالين بعضها فييجي مثلا واحد يقولك مش فارق ما هي العدة عادي ما انا بعرف عدة عادي من غير النياب من غير اي حاجة طب مفصل الفك دي مشكلة كبيرة طول ما احنا عندنا مشكلة في عدد الاسنان وفي الاطباقة بتاع الاسنان مع بعضها وان السنان كلها لازم تكون دخلة مع بعضها كده علشان تندق وعلشان المفصل يرتاح لو ده مش حاصل مفصل الفك هيتعب النطق هيبقى مش احسن حاجة الشكل هيبقى شكله اكبر وعجوز لان بيحصل drop في الشفة بتنزل لجوا بيبقى شكله عجوز وهو لسه شاب صغير دي مشكلها كتير عشان كده اوعى اي مخلوق يكون عنده مشكلة في الناب ويروح يخلعه لازم يعالجه او انت عارف عشان الناس اللي هيبقى بنخلع الدرس اللي بعدها اسمه ضاحك نخلع الدرس اللي بعد اولا نخلعش الناب الناب ده الجدر بتاعه نايم في حتة في العظم كده اسمهاك 9 eminence ديت عبارة عن حتة عظم كبيرة قوي ربنا لافف بيها الجدر بتاع الناب علشان يحافظ على الكنتور بتاع الوش فلو انت شلت الناب خلاص العظمات ديت بتقوم زي نايمة كده او خلاص حصل لأ بزوربشن بتنزل يقوم على طول الشفة تقوم نازلة يدي منظر كبير في السنة طيب انا هقولك النهاردة يعني اعرفش ليه اصحابي في الفترة اللي فاتت يعني بقالي شهور كده بيتعملوا معي علينا دكتور سينان وانا مش دكتور سينان انا نفسي شكة انا شكة انا بحكم ان انا يعني اتعملت معاكم شير اتعلمت منكو يعني خلاص يعني ما بقالي سنين او بسمع لانا لو كنت دخلت طبق السن ساعتها كزماي خلاصت يعني يا ريتني كنت عملت كده لكن هقولك الكلام بيقولولي يقولي واحد طب انا سن كبير واحد صاحب قالي انا انت بتقول تقويم حلو تقويم حلو وعملت دافع عنه فقعدة يعني طب انا مثلا عندي اربعين سنة ولا اتنين واربعين سنة هعمل تقويم سن كبير ايوه طب انا مشكلة السن يعني انا برضو من قلت له كده احنا احنا عندنا انتباع انتباع ايه انتباع الولايات السميرة اه وان دو حاجة طفولية احنا مشكلة ان احنا بنصدق في العادات والتقاليد انت عارف ليه لو اقولك على حاجة اعملوا اتعامل مسلسل ونجح وخلوا بطل من الابطال المسلسل اللي يحطوا تقويم انت عارفة دايما بيخلوا اللي يحطوا تقويم اتين ايجر اللي هو 16-17 سن انتطلعوا في المسلسل حتى قوي في سنة اقولها جامعة ولا بتاع لو جابوا واحد كبير في السن حطولوا تقويم 40 سنة هيعملوا ويفاهموا الناس ان تقويم ممكن في السنة انت دوت ممكن ان هو يحصل دي موضوع بقى في السينما بس هو فعلا اعتقد كمان لو اتعرضت على المخرج هيقولك لأ شكلها غريب مفيش اصلا حد كبير بيركب تقويم فالمشكلة عندنا متأصلة في الاندبث يعني بس الفكرة بتاعت التقويم في السن الكبير الفكرة التايم لازم ما يكونش عنده سكر ولا سنان ملح لخة لازم ما يكونش عنده مشاكل يعني مثلا الشخص دوت السنان اللي تحت فيها تراقب والموضوع مضايق جدا والعلاقة الانياب مش مثالية وهو الموضوع ده مضايق نفسيا جدا بس هو مش عايز يعني يحاول ان هو يحلها لان هو برضو بيقول له لأ التقويم ما ينفعش بالسن الكبير لأ دوت راجل كبير مش راجل مش شاب يعني عملنا له تقويم وقدرنا نرص الأسنان ونريحه الحاجة النفسية اللي مضايقه جدا علاقة الأسنان كلها اتضبطت مع بعضها هو بقى حتى حيث انه عارف ياكل بقى مفصوط حلينا له مشكلة نفسية منه هو صغير مش قادر يتغلب عليها انه هو فعلا كارح شكله علشان عدو السنان راجبها على بعضها في الفك السوفلي خد وقت قد ايه دوت اراوند يعني في قوال الاربعينات خد أقل من سنة أقل من سنة وكانت السنان كلها مرصوصة والدنيا محلولة البديل بقى كان يعمل ايه يعمل علاج عصب وطربيش وانا مش بحب اعمل الموضوع ده لان السنانه فعلا كلها ماشاء الله كويسة جدا كويسة جدا مفيش حاجة تستدعي ان احنا نعمل علاج عصب وطربيش ونشتغل ونعمل في حين انه هو كام شهر عارف تسع شهور مثلا تسع عشر شهور بيجي مرة كل شهر يعني تسع عشر زيارات يعدوا يعني الموضوع فعلا يستحق ان احنا ما نبروتش وما نعملش كراونز وما نشتغلش شغل الزيادة واحنا ممكن نجيب لك النتيجة احسن من اللي انت متصورها بتقوين من غير ما يكون فيه في بقاك اي حاجة اسمعين عظيم خلينا اقولك بقى انه يعني دايما برضو الناس بتحطيني في اسئلة اهلي ولا زمالك ولا مقاولين ولا اسماعين مثلا يحطيني كده رصة طب الله في الطب يقول لي ايه طب احنا هنعمل فينير ولا هنعمل كراون ولا هنعمل زراعة فحس ان امتي عارفة اللي هو ايه بيسألني يعني عربية ولا قطر ولا طيارة طيارة يعني في ايه يعني ما ماشي وانا مش هارش هو على حاسس برضو راحق مشوار فين اه بالزبط يعني سيه انت مثلا هنا براحل مهندسين هتركب طيارة هتركب طيارة مش لاجك يعني ولا دا ولا دا انت كده هتاخد حاجة ماينر على حسن ايه الكمبلين هو دولت انا عايز اوصله للناس ان ما فيش حاجة اسمها انا عايز اعمل ايه يعني مثلا مريض زي كده هو جاي علشان شكل سنانه مش حلو هو مش عارف هو هيعمل ايه فاختاري السنان كلها اتعملت تغطية ايه ان فينيرز او كراونز السنان المفقودة اتزارعت فقدرنا نوصل لا احنا عايزين نوصل لابتسامة الحلوة دي ازاي فمشينا كل الطرق مشينا فينيرز مشينا كراونز ومشينا زراعة فاحنا قدرنا نوصل اللي احنا عايزين نوصل له لكن الفكرة بتاعت الناس عايزة تسمع absolute solution اللي هو ايه قولي اعمل فينير وارلا اعمل لا مهم ينفعش انت ايه شكويتك عايز توصل لايه عايز طب ممكن اقولك على حاجة الكلمة المشهورة جدا بتاعت هوليود اسمايل كلمة هوليود اسمايل ديت هو مش جهاز اسمه هوليود اسمايل بتيجي الناس تقولي ايه ركبيلي هوليود اسمايل هوليود اسمايل مش جهاز هوليود اسمايل فكرة يعني احنا ممكن نحصل يعني مثلا الشاب دوت عمل ايه هوليود اسمايل اللي هي عبارة عن ايه زراعة فينيرز كراونز فاحنا عندنا كزا حاجة بتوصل للهوليود اسمايل عمل تجميل طيب عمل تجميل بالزبط جدا الكلمة دي جاية من اين بالزبط طب الكلمة دي جاية من اين جاية من الممثلين او الفنانين العالميين وهم على الريد كاربت في هوليود هما ماشيين وتتسموا بيبقوا قمة الشياكة وابتسامتهم بتبقى حلوة قوي واسنانهم بتبقى بتلمع وبيضة وجميلة فالناس قلت لك انا عايز هوليود اسمايل بس طيب جات ان دي اللي هي اجمل ابتسامة ابتسامة الجميلة وهوليود اسمايل تعبير يعني بصير في النظر عن حقيقة الامر في بدايته انه كان مبارة عن حاجة كيف كان مفلاش بتركب على السنان بس طبعا ما نجحش لكن مشت فيه اتجاه تجميل يعني بقت اي حد يعمل تجميل يقول لك اعمل هوليود اسمايل ليسه شايف يعني يعني في مسلسل جميل قال لك انا عايزين نعمل هولموم اسمايل هولموم اسمايل احبال خلص صالح الممثل الرائع مبدع دمه خفيف يعني تلعف ضيف شرف في مسلسل اسمه مطعم الحبايب مسلسل لزيز فعامل لك احنا البنت كسرت سنتها عايزين نعملها لازم شوف المشهد بس انت عارف ان هوليود اسمايل ممكن تجيبها بتقويم ممكن تجيبها بتوريد لسة في ناس كتير عندها لون اللسة بني او جايب على رمادي او دخل في الاسود دوت بيبقى بيديهم جدا جدا من جواهم وهم بتتسموا فيهم فعلا متضايقين من لون اللسة ان هو مش بينك ان هو مش وردي فانت لو عملت للشخص دوت توريد لللسة هتجيب نتيجة حلوة جدا هو كده خلاص عامل هوليود اسمايل واحد ما عندهوش سنان خالص زرعتله وركبتله على الزراعة هو كده عامل هوليود اسمايل بس هوليود اسمايل دوت معنى وليس جهاز خلينا اقولك انه هم عملوا حاجة لطيفة جدا في المشهد في المسلسل ده عملوا انفعال شديد لحد لما كسرت سنته يعني انكسرت سنته بيأكل يعني الرز ففيه زلصة في الرز كسرت السن فانفعال شديد لانه السنة بالنسبة له انكسرة دي كارثة طبعا يعني اه والبنت اه يعني تخد وفعلا لما عملوا كامفلاجة اللي معرفش عاملوه ازاي بتشوف البنت والسنة بكسورة اللي هي ممثلة اللي قامت بتدور يعني انت مشايف حاجة غير ان فيه سنة بكسورة فعلا انت شايفة ملمحها انت شايفة ان فيه سنة بكسورة وبالتالي اه جابت الاخوها واخوها جاب رجالته وعملوا قلق لانه سنة بكسورة بس لما طالبوا لك احنا عايزين نعمل هلموم اسمايل وعندي بقى سؤال تاني مرضو يقولولي ايه بس ده بقى اه 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 انا بتشارك فيه بجيلي مريضة عندها السكر وانا بعالجها من السكر حلو كده فتقولي هل انا انفع اعمل زراعة فكة اقولها اه تمام اه بس تضبط لك السكر فبزبط لها السكر وقولها يلا دلوقتي الزراعة ممكن انا جده جاوبت السؤال على فكة اه جاوبت السكر السكر مشكلته هي ايه عشان فيه مقولة بتبقى غلط بيقولك الناس فهمة ان اللي عنده سكر اه دوت بيكون مشكلته في التقام هو فاكر ان السكر ده معناه ان الزرع نفسها ما بتلتقمش بالعظم علشان السكر هو مش كل السكر بيمنع التقام الزرع في العظم السكر التراكمي لما يكون عالي زيادة عن اللازم يعني لما بيكونش مضبوط دي مشكلة يعني مثلا حبيبة قلبي دا عندها سكر بس ضبطة السكر السكر التراكمي بتاعها مضبوط ادهنا اللي يعمل لها زراعة يتفكين الموضوع بسيط مش كل واحد عنده سكر هو ما ينفعش ان هو يزرع لا ينفع بس لازم يكون السكر منضبط ولازم يكون منضبط بمستوى معين وما يكونش معاه امرات تانية يعني ممكن نقبل ان السكر يكون عالي شوية بس ما يكونش هيفي سموكر ما يكونش عنده مشاكل في الكبد ما يكونش عنده مشاكل في الدم في القلب بياخد كماوي مثلا هو التدخين على فكرة التدخين يساوي في تأثير السكر غير مصبوط ايه او اسوأ او اسوأ فعلا لان موضوع التدخين كمان مشكلته ان الناس فهمة ان انا عشان وديشوفتها كتير يجي واحد مثلا عامل زراعة وهو عايز يدخن وعملها لي انا بقى سر كأن انا مثلا مش هاخد بالي من الموضوع يعمل ايه وديشوفتها كذا حاجة يجيب قطنة ويحطها مكان الزرعة ويشرب السجارة بكده يشيل قطنة يرميها هو المشكلة ما هياش جاية اكسترنال يعني المشكلة مش ان انت بتشرب سجارة فالدخان بتاع السجارة انت حطيت حتة قطنة مكان الزرعة علشان خاطر الدخان ما يلمسهاش لا مفيش حاجة اسمها كده لا التدخين اثره بيمشي في الدم طبعا حبيبة قلبي ادنا ان احنا نوصل لفكين كاملين الحمد لله سكرها مازال مزبوط ربنا يديها الصحة الوضع فعلا منتظم معاها وجميل وبرده احب اقول ان هي عاملة لسة صنوعية وعملة اسنان والجميل ان احنا عاملين لها تكنيك اسمه سكروري تيند التكنيك دوات بيخلي في عندنا option ان احنا لو في اي مشكلة في كسر فيه في اي حاجة حصلت بنقدر ان احنا نفتح على المصامير ديت نفك خالص التركيبة بينزل القرش كده على بعضه نروح المعمل نغير اللي احنا عايزينه فيه ونرجعه لها ونقوم بداخلين عاملينه بالمكان مصمار اللي احنا فكناهم وتنتهي القصة بمنطقة البساطة طب خلينا ندخل في التدخين بقى اننا جبنا سيرتو بقى التدخين بقى يعني انت عارفة السكر العيان بيلتزم وبقول له نزبط السكر وانا بقى التدخين مش بيلتزم؟ ما بيلتزمش ولا عارفش نسيطر عليه يعني مالهوش يعني مثلا السكر انا هزود الانسولين شوية هزود دواء زيادة مع اللي كان بيتاخد لكن همشي ازاي وراه في التدخين اجيبه منيه بص هو اللي انا بعمله انا بشتريط على المريض ان هو ينزل مثلا بيشرب علبة ما يكسبهم 3-4 سجارات في اليوم ده اللي انا بشتريطه ولازم بحط الفاكتور بتاع ان قد ان الجسم يرفض الزرع او يحصل فالير ده وارد جدا ان هو هيحصل يعني مثلا الشخص الجميل دوت برضو نفس المشكلة مدخن عنده سكر بقى عندنا دولتي 2 فاكتورز تدخين وسكر وبرضو ما عندوش ولا سنف بقوا خالص بس فعلا فعلا هو بطل التدخين فعلا والزرعات كلها حصل لها ومسكت كويس في العظم حصل لها تعظم والحالة جابت نتائج حلوة جدا وقدنا نوصل نتيجة حلوة فكل واحد بيقدر الديمانس بتاعته يعني حضريتك محتاج ان انت تاكر ومحتاج ان انت ما يبقاش الفاينل بتاعك ان انت ماشي من غير السنان ومش قادر تبلع حاجة ومش قادر تندق يعني لازم توازن يبقى التدخين لازم هيقل جدا او هيقف لو معاه فاكتور تاني يعني تدخين مع سكر مع امر الدم مع معه يبقى اكيد الزرعات ديت هيحصل فيها مشاكل انا بشتعل بفاكتور واحد بس لو في مشكلة اكتر من كده بوضح الى العيان ان دوت كلام مش هيجي من نتائج وانتك بتخسر فلوسك برضو ناس لسم تفهم ازاي التدخين بيأثر على الاشياء النيكوتين في الدم بيحصل بيعمل فازو كونستريكشن بيعمل انقباط في الاوعيات الدموية مش بيوصل الاكسوجين وبيوصل السابلاي للمكان كويس للعضم فبيحصل يعني زي التآكل في العضم اللي حوالين الزرع فبالتالي العضم ما بيمسكش على الزرع فالزرع بتنزل من مكانها خلاص يا كده هو دوت اسمها فالير يعني الزرع حصل لها فالير برضو الشخص دوت نفس الكلام ما عندوش زرع ما عندوش اي حاجة في سنانه خالص بس هو فعلا فعلا هو عنده بقى سكر وعنده ضغط وبياخد اسبرين او بياخد مسيلات للدم يعني ده بقى ثلاثة فاكتور مدخن مدخن بياخده سكر وبياخد ادوية للقلم يعني بياخد مسيلات للدم طبع مسيلات للدم ما ينفعش تقف بكل المقاييس السكر زبطه بيرفكت بيرفكت فعلا التدخين وقفه خاص ده انا نجيب نتيجة حلوة جدا وبرضو انا عايز اقول للناس حاجة لما بنكون عاملين زراعة فاكة كامل واحنا تعبنا في المشوار وثي المريض بطل التدخين لحد لما وصل لمرحلة التركيب واول ما اركب شرب سجاير هيحصل مشكلة بروه في الزرعية هيحصل مشكلة بس مش هتكون بضخامة ان ما يحصل لاش تعظم بس بيحصل التهاب حوالين الزرع الزرع ديت محتاجة سبلاي محتاجة ان العظم اللي حوليها يكون صحي فاحنا لو شربنا سجاير هيحصل انقباض في الاوعية الدم هيقل لازم هيحصل انحصار في العظم حوالين الزرع بتلاقي دايما الرجع للتدخين بعد ما بطل علشان الزراعة بيحصل بتشوف جسم الزرع نفسه في اتنين ميلي انت شايفهم بعينك بيحصل انحصار رأسي في العظم فده بيبقى نفس المشكلة عشان كده الصح ان احنا نقلل للتدخين جدا جدا ونحافظ على صحيتنا علشان خاطر نقدر نكسب الحاجة اللي احنا اتعبنا عشان نوصلها نورتي وشرفت مش سيه دكتور عيني طيفاتي العزيزة واحدة من يجوم عالم طب الاسنان دكتور اسراء السعيد استشاري جراحة الفم والاسنان وصحاب الدبلومة الاسمالية زراعة الاسنان مجسير جراحة الفم والاسنان شرفتنا في الدكتور ونهينا بجملة مهمة جدا اكيد في وقت لنفسك حب نفسك قوي ادي لوقت نفسك قوي اهتم بنفسك قوي لان ما فيش حاجة اعز عليك من نفسك ما تقول ليش اصلا انا ضيعت وقت الفترة كنت مشغول في مش عارف ايه في ايه كنت واقف بعمل ايه مع مين حب نفسك الاول ووقف جنب نفسك الاول وبعدين اعمل ايه حاجة تانية ده بجد دي مش قنانية دي قمة الايجابية خليكم مع الدكتور موسيقى اهلا بكم كل ست متعلمة غير متعلمة مصرية عربية اجنبية امريكية اربية اسيوية حلم الامومة بالنسبة للجميع واحد مشهورة يعني هكلمك عن مشاهير اه قضوا جزء كبير من حياتهم في محاولات انجاب والحال الميجاري اليها بدول معاهم مهم جدا يعني هالبري ممثلة امريكية مشهورة جدا انجبت اطفالها في الاربعينات في اول الاربعينات وكتبت في مدونات كبيرة عن احساسها ازاي وهي بتحاول محاولات الحال الميجاري وانها بطلة انها قدرت انها تصبر لغاية لما حصل مرادها وهي امومة مونيكا بلوشي جميلة جميلات ايطاليا ويعني الجيل بتاعنا يعشق مونيكا بلوشي احنا تربينا على انه دي هي رمز الجمال في العالم كله يعني خلفت في الاربعينات وعلى فكرة ليه جملة مشورة بتقولك انا كل حاجة الايطاليين يعني يقولك احنا بنعمل كل حاجة على المهل انا عملت كل حاجة بحياتي على المهل لان ايطاليا احنا بنعمل كل حاجة فيه هدوء سيلنديون دي بقى قصة مشيرة جدا سيلنديون ست مخلصة جدا ست ضحت بأجزاء كتير في حياتها عشان تقعد مع جوزها الله ارحمه اسمه ريني انجليل وده خلفوا هما الاثنين ريني ده توفى بعد ما يعني صراعه راجل رائع لخصة حياتهم مشيرة هتلاقي ان هما خلفوا في سن متقدم للاثنين هو كان في الستينات وهي كانت في اوائل الاربعينات وبويه خلفوا توقع نيكل كيدمن برضو شوف دول ممثلات ما مناعتها ومشي نيكل كيدمن شوف الشغرة شوف الجمال شوف الفلوس كمان والثراء الفضيع ده هنكلم على بروديوسر منتجة كمان مش بس ممثلة ما مناعتهاش كل ده انها تحاول في محاولات الحق الميجالي لغاية لما بقت ام بتقولش ابدا انا لا مفيش انا في رأيه انه فكرة انه الممثلة او ايا كان يعني يضحي بالامومة من اجل الكرير بتاعه اعتقد ان ده شيء مش حالو الا اذا كان هو مش مؤهل كده ان الست اللي بمصارحة نفسينا مش عارفة تكون ام او هي حاسة انها لا تصلح انها تكون ام دي حاجة تانية ودي نادرة جدا انا مش افتها ايه النهاردة هنتكلم على الحال الميجالي وهنتكلم اكيد على السن هنتكلم اكيد على فرص السن هل الحال الميجالي في التقنيات والاحدث ادريت تغلب نسبيا مش هقدر تغلب كليا على السن الاربائينات بقت فرصهم موجودة ولا نعدمت وفي انهي سن بالزبط تقدر اقولني الفرصة اصبحت شبه مستحيل لا يعني ضيفي العزيزة القمة العلمية واحد من الاسماء القديرة البارزة في عالم الحق الميجاري الاسم الكبير استاذ دكتور حازم هاشم استاذ امراض النساء والتوليد بكل طب استشاري الحق الميجاري واقفال الانبيب دكتوراه امراض النساء والتوليد بكل طب رئيس مجلس الادارة بمراكز سند للخصوبة وعضو جمعية الاوروبية لجراحات المناظير والعقم او تأخر الإجاب لان العقم دي كلمة خلاص اتمنعت صح كده منورنا دكتور حازم شكرا جبين شرف كبيرينا هذي زيارة العظيمة الاول انا هحط سؤال علمي كلاسيكي اسباب تأخر الإنجاب اسباب تأخر الإنجاب متعددة طبعا ما بنخفلش دول الراجل حوالي 40% من انتأخر الإنجاب ترجع دي الزوج او بيبقى سببها الزوج والباقي بيبقى عن طريق المشاكل في الست عن طريق مشاكل في قناة فيلوب مشاكل في الرحم مشاكل في التبويض او اللي بوضع بشكل عام ومشاكل اخرى زي البطانة المهاجرة وعامل في الرحم نفسه او عامل في عنق الرحم التهبات حاجات زي كده انما المجموعة الرئاسية اللي هي مجموعة الزوج ومجموعة حاجات تخص المرأة زي اللي قلناهم قبل كده ايه الاسباب التي تدعو للحاق المجهري لا طبعا دي الاخر الانجاب عموما انما انحققني المجهري عشان اروح اعمل الحالة حققني مجهري الحقيقة العمل بتختلف والاسباب بتختلف اه دايما بنقول الحالات الاول حالات حالات الانيكس بليندفورتلات او حالات اللي هي بتبقى غير معلومة السبب والتعريب بتاعها حالات غير معلومة السبب او الوصف الطبي لها بيبقى ناس تعدت او زوج وزوجها تعدوا سنتين وعملوا الفحصات اللازمة عن طريق الساحل لتحليل سالمانة ويمرة واثنينة وما فيش مشاكل وشفنا القنابيب بتاعت السيدة عن طريق المنزار ماتفوش مش مشكلة تحليل كويسة ابوضة كويسة وبالتالي دول بيشكلوا حوالي 15 20% من من حالات اخر الانجاب عموما بنقول عليهم غير معلوم السبب دول بنرجى فيهم للحقن المجهري الحاجة التانية احيانا بيبقى عامل الوقت الناس بتجوزة بقى لخمس وستة وسبعة سنين وما فيش وما فيش فرص حاملة او مش موجود حاملة بقى بنعمل لهم حقن المجهري وطبعا اسباب الصريحة الواضحة اللي هو انعدام الحيانات المانوية في الزوج او تحليل الزوج ضعيف جدا مارضة كيوسات المبايد عملت منظار واخدت منشطات وكلام ده كله مفيش استجابة مفيش نتيجة السبب الاشهر دلوقت اللي بنشوفه كتير مارضة بطنت الرحمة المهاجرة والحاجة الاخيرة بيبقى مشاكل في قنوات فلوب بارتشاح قنوات فلوب او انهم بيبدي مقفولة او مزدودة وبالتالي بيبقى الطريق الوحيد لهم هو الحقن المجهري واخيرا الحقن المجهري للتحديد نوع او تحديد الجنس المولودة تعبير الطب اللي بقى مشهور جدا الوسائل المساعدة للانجاب كلمة شيك حلوة عايزة فهمة الاساس الريبرودكتف تكنيك هو اي تدخل فيه على المستوى الولايات الجميس او البويضة او الحيوان المنوي عشان يوصل لفرتلت او عشان يوصل للانجاب يشمل حاجات كتيرة اشهرهم الترقاح الصناعي اشهرهم الحقن المجهري والترقاح الصناعي يمكن يختلف عن حقن المجال في بسط انه هو في الحالة في الترقاح الصناعي احنا بناخد عينة الزوج وبندخلها كده ببساطة عشان نبسط عن مشاهد الجهاز كده معين يبتدي يلقى احسن ما فيها يبتدي تخلص من الصديد الاحيانات المنويات الضعيفة ويطلع علينا عينة بكفاءة عالية ونبتدي نرجع العينة دي اللي في رحم الزوجة بتأسطرة كده معينة في وقت وقت الطبويت فاحنا بنقول انه هو نسبة طبعا مش كبيرة بين حوالي حوالي 10% يعني 15% في المحاولة الوحدة ولذلك الكتب الطبية بتنسح حوالي مرتين لثلاث مرات من محاولات التلقيح الصناعي يختلف طبعا عن اطفال الانبيب والحقن المجهري اطفال الانبيب دلوقتي ما بقاش موجود ننهى غير الاسم تقريبا والجديد كله دلوقتي الحقن المجهري الفرق ان احنا بنعمل شفط بويضات في الطريقتين انما في الاطفال الانبيب بناخد عينة الزوج وبنقاحها برضو بنقاحها وبنحطها في طبق كده او دش حوالي البيضة وبنستنى منها ان هي تقدر تخصب تقدر تخصب البيضة بنفسها او ذاتيا انما في الحقن المجهري لا الحقن المجهري المتدي بتعامل مع الحيون المنوي وبتخله جوه جوه البيضة نفسها واستنى فرص الاخصاب بعد 48 ساعة ده الفرقات اللي احنا شايفين قدامنا ده الطبق بتاع ال دش ده تلقيح الصناعي او ده اطفال الانبيب اه ده موضوع اطفال الانبيب اللي هو بنقول عليه بيبقى الحيوان المنوي او حيوانات منوية موجودة حوالين بويضة موجودة في طبق وبنستنى منه ان يخصبها زي الفيديو اللي شايفين قدامنا وتبدأ عملية الانقسام انما في الحقن المجهري اللي احنا بنتعامل مع الحيوان المنوي مباشرة بعدها بنختاره بكفاءة طبعا وبتدي نحط جوه البويضة ونستنى فرصة الاخصابة طبعا عشان تتخيلوا برضو ان الاطفال الانبيب ببقى فعلا تحس انه حاجة من التاريخ انه حتى الانميشن بتاعه تحس انه قديم اه يعني الانميشن اللي هو الكرتون اللي بيوصفه التقنية بتاعته من التقنية القديمة غير الحال المجال تليه الحال المجال دايما بيعملوا انميشنز كتيرة وجديدة بالزبط اه الفكر ان الحال المجال اده فرص لعينين ما كانش عندهم فرص حدا في اطفال الانبيب الحال المنوي ما عندوش القدر انه يخترق البويضة بالطرق الفيسيولوجية العادية وبالتالي الا في النقطة التانية اللي هو انه نقدر حط جوه البويضة زي الشكل الماضي قدامنا بيبقى فيه فرص تخصيب موجودة زي اللي بيحصل خلايا تنقسم في الكون جنين يصلح للزرع اه كلمة عوامل النجاح ما بنقولهاش غير في الحال المجال تاليبا يعني رغم مرغم انه كلمة عوامل النجاح بفرص تقال فيه فراك كتير في الطب يعني في برانشات كتير لكن تقريبا ما بتطلعش من اللي ثاني في سؤال الا ما يكون متعلق بالحال المجالي ليه كلمة دي مرتبطة او بالحال المجالي لانه الحال المجالي دايما التحدي فيه قصة نسب النجاح ودايما الكمبيتشن تبقى على مستوى المركز الطبية العالمية في العالم يعني على قصة نفسها بالنجاح الاختلاف ما بين مركز والتاني بيبقى على نسبة النجاح وال وال زي ما قلت التحدي الطب ان انا اقدر اوصل النسب دي اعليها اقدر اوصل مش خمسين لستين ومن ستين عايز اوصل لسبعين في المية طب احنا مش هنقدر نوصل الى مية في المية لان هو ده ده ما بيقوله رزق وده السر اللاهي في التكوين في الخلق يعني انما انما القصة بتاعت الامبلانتيشة او قصة استقبال الرحم للجنين هي اللي فيها السر الكبير ازاي احنا بنبقى عندنا اجنة ويمكن حتى فحصنا وعندنا اجنة شكلها كويس وكوينا الكرموسيوم محترم والجنين ما بيمسكش في الرحم او الرحم ما بيستقبلهوش يعني لعوامل احنا ممكن نبقى مش قادرين نوصلها لحد دلوقتي عشان كده قصة عامل او نسب نجاح الحقن المجهري هي دايما هتبقى مرفقة الحقن المجهري النهاردة ومبارح وبكرة العوامل دي تشمل بس مهارات الدكتور ولا كمان تقنيات ونسترومنتيشن او يعني اكويبمنت دايما الكفاءة الطبية محانش يقدر ينكرها طبعا علشان خاطر والكفاءة الطبية بتبقى في شقين في شقة تحضير الحالة اننا اقدر احضر الحالة دي كويس والشقة التانية اننا اقدر ابص على ايه اللي ممكن يبقى سبب فشل العملية دي وابتدي اتفاداء ويبقى في حاجات انا مش اقدر عليها زي ما حدك ذكرت موضوع السن انا ما اقدر احسن كفاءة بتاعة البقدات بأدوية معينة حاجة زي الرحم ده كفاءته مش حلو عشان خاطر فيه نسبة التهاف او اندومترايتس ابتدي اتعامل معه عشان احسن الكفاءة بتاعته الزوج عنده نسبة التشوهات موجودة نتيجة لايف ستايل مش حلو وتدخين شارعه ابتدي احسنه لايف ستايل معين وابدي له ادوية واحسن حتى الاكل والشرب بتاعه والغزة بتاعه وابدوية عشان خاطر اخد حيانات مانوية كفائته عالية الهدف الاخر ان احنا نوصل لجنين كويس او جوضيته كويسة ودي انا بقول عليها الجوهرة بتاعت العملية وان انا وصلت شغل كويس في الحالة دي انا بوصل لجنين كويس فيها ويعيني على الرحم ودائما بقول تحضير الرحم اسهل من تحضير او توصل لجنين كويس في الحالات اللي زي كده لو وصلنا للاتنين دول بيبقى عندنا عندنا نسب نكاح عالية طبعا الكلام ده بيبقى تحت مظلة وجود معمل بامكانيات محترمة يقدر يحقن البيضات دي ويبقى حدنات كويسة يطلع علينا كفاءة كويسة ويفين حتى يجمد يجمد الاجنة المتبقية عشان يبقى عند السيدة دي فرص اخر الحقيقة انا بساعد بحثتكو يعني انتو عندوكو حاجة جميلة اوي تحس انو القصة اشبه بي ان انا بعمل خطة كده وشغل كاني بجهز لي نوع معين من اول ايه من المعارك الطبية استراتيجية استراتيجية وهي طبعا مفيش امرجنسي يعني احنا مش بنتكلم على زراعة شرعين تجاية لا 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 فالجمال هنا انو في مساحة ده اللي بحثتكو اللي بقى للمشاعر الانسانية يعني على فكرة مثلا في جراحات القلب او جراحات الاوايا الدموية مفيش مساحة المشاعر الانسانية كبيرة لازم الدكتور يكون شارب شارب جدا انا داخل اعمل مش بيبانى على وشه اي تعبيرات انا اشتغلت مع الناس كتير لكن انتو عندوكم مساحة للحاسيس ومساحة لان انا ابانى على وشه التفاول او ابانى على وشه التشاؤم امتى يبانى وامتى يبانى الحقيقة الشغل بتاعنا مع 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 عالم الحقن المجاهل وطبعا بيبقى اكتر مع السيدات السيدات طبعا عاطفين بطبعهم يعني ويمكن لو هي كمان زرعتك مرة واثنين وثلاثة تجي تقولك هو حضرتك النهاردة مدقلي وحضرتك النهاردة بتتكلمش ليه يعني هو حضرتك وشك ونهاردة وحش ليه وانا حالتي وحش اه ويبتدوا يقولك ده كان مكشر هو بيقولي الاستراتيجي او لا كان مبتسم الحاجات دي بتفرق يا جماعة بتفرق كتير جدا 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 ودايما بنقول يعني الست جاية او السيدة يعني جاية اشعيلها همومها وجاية الدكتور النساء تفطفط بيها حاجات السوشية الحاجات اللي عندها مشاكلها في البيت انا يا دكتور بعيروني انا يا دكتور عندي مشاكل في الموضوع ده انا عتعبت من كتر العلاج فبتدي احنا طبعا لازم تبقى انت الحيطة والسند زي ما بيقولوا انك تقدر تتكلم كويس معها وانك تقدر تفهم ان احنا دي محاولة ان دي مش اخر العالم وطبعا موجود زوج متفاهم في النقطة دي بيفرق كتير جدا جدا في الموضوع وان احنا نبتد نفهم الخطة العلاجية اللي حنمشي بيها واحدة واحدة فرص نجحنا كذا فرص نجحنا دي مش دي بتاعة الطبيب وبتاعة الطب انما رحمة ربنا او الهداية بتاعة ربنا الناس دي دي درز انا دايما بقول عليه زي الفلوس وزي الصحة شفت نماذج الكلام ده شفت نماذج دي دا فيها حالة نشوف شيء من ال احنا 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 مش بقولك الممثل المفروض ما يندمجش في الكاركتر احنا احنا بنندمج في المشاعر الانسانية واحيانا بتبقى انت متعاطف مع حالة بعينها نفس الستيدي تحمل ناس كويسين ومحترمين وهديين وبشوشين وعينوا مثلا بتبقى فرحان قوي ما فيش دكتور ما يفرحش الحالته لما بتنجح ولا ما بيزعل مثلا الحالة بتبشي لا بيزعل طبعا ويبقى متضايق وكل حاجة انما في حالات احنا بندمج فيها بتبقى فرحان بفرحتهم انهم لان دايما اقول في حاجات كده بتبقى في الدنيا دكتور ايمان مش ملاش دمان ملاش دمان خصوصا لما تفرح زوج وزوجة بحاجة زي الانجاب القرآن قال المال البنون زنة الحياة في الدنيا البقيات الصلاحات الخير طيب انا عايز اروح للسؤال يعني انا ما تردد انا اسأله بالسازم علمية يعني ايه العالات اللي انت يعني تبدأ فعلا تحس انه في عارف انت في الافلام الموسيقى بتاعة التوتر وضربات القلب بتاعلى شوية تدعو للتشاؤم للتشاؤم ولا للقلق ايه ايه زي ما تحب طيب للقلق الحالات بتبقى كريتيكال شوية حالات البطانق المهاجر اللي احنا بنشتغالها وفيها كياس دموية اه بنخاف انها تلتهب ممكن معنا اثناء عملية السحب ورغم التقنيات اللي اتطورت يعني كل ما بقاش نشوفه بس بنبقى القنين ومرت كياسات المباد في موضوع الهايبرستيميليشن او بفرط التنشيط وبرضو المهاجر ده بقى نادر شوية بقاش زي الاول تقريبا يعني متشوفه قليل الاول دلوقتي انما الحقيقة اللي بيبقوا حالات الصعبة حالات الفشل المتكر حالات فيجي تقولك يا دكتور انا عملت اربعة وخمس وست مرات وانت لست شايف في عينيها نظرة امل ونظرة تفاقل واحيانا بتسأل نفسك طب هو يعني انت شايف الحالة ممكن تبقى صعبة وممكن تبقى كويسة بس ما بيحصلش حامل فبتدي تستراجل او يعني تقاوم او تحارب ان انت تقدر تبص ايه اللي ممكن نضيف للحالة دي غير ما عملهوش يمكن يكون النصيب عندك او عند غيرك يعني انما ممكن نضيف ايه للحالة دي الحالة الحقيقة اللي انا بحس انها ممكن تبقى فيها اضافة بتحليل زيادة بفحوصات زيادة حاجة بروتوكولات زيادة جديدة بتوضح ان انا ممكن حمضيف النقطة الفلانية والنقطة العلانية عشان خاطر عشان خاطر ان اخد فرص احسن وعشان الكلام ده متعملش انما في حالات دكتور ايمان وحشة في حالات وحشة بتيجي حالة يقولك انا سحبت مثلا مرة واثنين وبيضات بيطلع وحشة سحبت مرة واثنين وبيضات ما بتخصبش يا دكتور عنده اربع مراكز اربع مراكز طبعا بأسماء كويسة ان انت عارف الكمبيترات او المنفسين اللي في السوق او العدم الزمل اللي في السوق شغلهم عمل ازاي فيبقى صعب يحسن مشاكل عنده تلات اربع مرات يعني دي الحالات بتبقى صعبة شوية طبعا بنطمن الست لانه احنا يعني ان احنا بنعمل محاولة روحنا او جينا بنعمل محاولة جديدة وان شاء الله يبقى فيه فرص حامل وفيه امل في العملية وان لم كنا فيك يعني اغلب حالات كده مش هنشتغلها خالص او مش هنعمل لها اصلا الموضوع فيه فيه اجتهاد وفيه طبعا المدسن او العلم وفيه توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى امتى اعمل اعادة الحق المجالي بعد فشل امر لو فيه اجنة مجمدة من محاولة الاولية بس ما يعني ما بتأخرش عليهم ممكن شهر او شهرين او الحاجة انما لو عينا سحبت وعملت ارجاع اجنة وفشلت ومالاش فرصة ثانية وحنعمل من اول وجديد لا انا بديهم بديهم بريك لان انا مش عارف العملية التانية دي هتنجح ولا لا فبيبقى دايما بيقولوا الضغط النفسي هنا صعب لازم دايما نقول للستة لازم يبقى عندك نفس عشان تقدر تعمل العملية دي انت هتاخدي علاج وعتاخدي حقن وعتعملي كذا وعتعملي كذا احنا مش بداخلين سبق لازم ترتاحي وتاخدي نفسك شوية وتنسيني شهرين ثلاثة وبعدين تعالى تيجي نعمل محاولة جديدة وبقى احيانا بيبقى عشان خاطر ممكن تبقى فيه ظروف معينة مش مهيئة انها تحمل دلوقتي بقول لها استاني يمكن اللي جاي بقى افضل يعني في عوامل تساعد في نجاح الحالين جاي عوامل تساعد عوامل اللي بنشوفه دلوقتي التغذية بتفرق اوه في الستة وخصوصا البنات الصغيرين اكتر من الكبار اللافستايل وحش الاكل الوحش اللي هو اكل كله جنج فود وحاجات فستفود وحاجات زي كده وما فيش ما فيش خضار ما فيش فاكهة ما فيش الحاجات اللي بتاعت البروتينات العادية دي بتتعبنا عشان نوصل لبوضات كفائت عالية الالتزام ما فيه الستة ما بتلتزمشي صعب حد يقولك ما فيش الستة التزمت بالطريقة العلاج الضغط النفسي يبقى اهدى انا دايما اقول زوج متفاهم بيسهل علينا كتير قوي 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 في الشغل انه يساعدك وانه يفهمها وانه يبقى موجود معها والعوامل والعوامل الاساسية طبعا موجود مركز محترم بدكاترا فهمة يعني ايه عملت حق المجهريو وتحضيرها ببرتكول عمل ازاي ما عمل كويس والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى طيب انا يعني في العادة في الاسئلة العالمية من الصعب الاختيار لان العلم ما فوش من قوي ولا شمال يعني يعني المسألة لها طبعا في الطب ما عليش عزوله بس من ناحية الاعلامية الحاجات دي برضو انا عايز افهمها او خليها تنور في الماغي الناس هحط حاكتين وده ما حضرتك تختار تمام مين ارخم عمري ست متقدم ولا مشاكل في بطنط الرحم مشاكل في بطنط مشاكل في بطنط الرحم على حسب المشاكل في مشاكل بتبقى بسيطة وفي مشاكل الصعبة مشاكل الصعبة احنا ما بلقاش حل يمكن الست سنها كبير شوية هنقول نسب البوضات بتاعتها انها تبقى كويسة قلت لكن استلحب في بوضات موجودة كويسة حتى لو كان 10-20% من بوضاتها الموجودة دي فهيجي وقت هتطلع بوضات كويسة لما الست اللي المشاكل حصل لها مشكلة في الرحم كبيرة لا اعتقد فرقها خدت فرص كبيرة احنا تصعب وغل زي ورم ليفي ولا مشكلة في الانبيب لا ورم ليفي ورم ليفي اقولها داك ليه ورم ليفي لان الورم الليفي انا بقول عليه حاجة حاجة عضوية واضحة وتأثيرها واضحة وتأثيره واضحة فهتعامل معها حشيله وتأثيره راح انتهى تماما احيانا مشاكل الانبيب بتسيب اثار في المنطقة بتاعت الحوض وبطنط الرحم وخصوصا لو كانت التهبات مزمنة بقى لها فترة قدت لمشاكل في الانبيب زي الارتشاح او ان الانبيب بيتقفلت بنشيل الانبيب او كنا بنفصلهم زمان مثلا من حوالي 6-87 دلوقتي بنشيل افضل انما اثار الكلام دا تبقى موجودة احيانا في الرحم وبتقلل فرص الاتصاق بتاعت الجنين في الرحم الست اللي كانت تعمل لها حق انه تحمل بحصلها مشكلة في الانبيب وبعدين تنقل لها تحملش بسهولة دكتور ايمان ازاي الاول لماذا اخترت سند ده موضوع ده اسم المركز اسم لفت نظري اسم اه يعني اه اتراكتف وحلو بس ليه اخترتو اه هقول لحضرتك هو كان ليه هدفين الهدف اوليت يعني موجودين نظر يعني الوجه الاولانية انه 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 احنا في المركز اه سند ليك وان احنا معاك وان احنا هنفضل معاك في التجربة دي لغاية لما نحس ان احنا عملنا كل حاجة وزي ما بيقول دايما ان التوفيق بيد الله ان احنا مش حول كل الحالات بنعملها بتنجح لا طبعا فيه نجاح وفيه فشل فاحنا جنبك وبنسندك والحاجة التانية وانا يعني الشراحة اللي كانت عيني عليها اكتر ده انه السرية الصالحة او الطفل ده هو السند اللي هو السند اللي في الدنيا هو اللي بيبقى احنا بنجرع عليهم عشان يونسونا بعدين وعشان يسنزونا بعدين لما يشتعلوا رأسه شايف نورت وابدعت جلعت وانا استفدت جدا واستمتعت وخصوصا بشرحك الرائع واكيد مش انا بس اكيد كثير من تلمزتك في عالم النساء والتوليد والزملاء في عالم البطن ودايما بقول ان في ارتباط وصيح جدا بين البطن وبين النساء انا بستفيد جدا اكتر حاجات استفدت فيها في البرنامج دي هالقاءتي مع اساسة النساء والتوليد انا والجراحة لانا اضافت بعد اخر في فهم الحالات الحالات لان احنا مثلا كتير من حالات اللي بتجينا احنا فاكرينها قلون عصبي بتعمل مع قلون عصبي بتطلع بطارة خلال راحة مهاجرة اه وكنستبيش الاعراض والاخير قصص المسيرة في المسانة تطلع بطارة راحة مهاجرة فعفتتوني جدا شكرا جزيلا ضيف العزيز اكتماع المال كبيرة والاسم اللامع فازي مجال استاذ دكتور حازم هاشم استاذ امراض النساء والتوليد بكل الطب استشاري الحق الميجاري واطفال النبيب دكتورال امراض النساء والتوليد وليس مجلس الادارة والمؤسس المراكز السند للخصوبة وتأخر الانجاب عضو جميع الاوروبية لجراحات المناظين نورت واسعتنا وخطوة عزيزة شكرا جزيلا خليكم دايما مع الدكتور اهلا بكم احنا بندر برقابتنا جدا جدا اولا طبعا الموبايلات والاجهزة الحديثة اللي بتخلي الناس كلها منكافئة ميلة كده كل الشباب دلوقتي واي حتة في اي مكان على طول كل الناس فتح الموبايل وعملت بص فيه كده وموطيه النوم الغلط النوم الغلط والقعدة الغلط بتضر بالفقرات القطنية والعنقية كمان الحقيقة كمان الحركة الكتيرة للرقبة وخصوان في البنات يعني مصلة للبنات بتشايفة ان من الشيء يعني الانوسة او من الجاذبية منها تعمل كده بنت صغيرة تعمل كده تصور عاملة كده وتتني رقابتها قوي تما ده بيتضر رقابتك جدا يا بنتي بشكل كبير فنلاقي انه كتير من وبعدين تعال النهاردة شوف كام لو قولنا عشرة بشيكوا من مشاكل في رقابته ومؤلام في رقابته مين منهم بيروح يشوف ميديكا القضايس مين منهم بيروح يكشف يروح لدكتور اتنين تلاتة من العشرة والباقي بيجيب الاول مراهم ومش عارف كم مادات وما يسخنة والقرب والكلام ذا وبعدين في الاخر بعد ما الامر تتفاقب يبدأ يروح لدكتور تكون المسألة وصلت لمرحلة مزعجة فخلينا اقولكوا انه مشاكل التعامل مع الفقرات العنقية كثيرة وعديدة تعالوا النهاردة نعيش معها ونفهمها بالتفصيل النهاردة معنا اسم قدير وبارز في عالم الجراحات المخ والأعصاب من استاذ الدكتور مصطفى فكري طنطوي استاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري دكتورات جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري كلية طبي جماعة القاهرة الاسم القدير اهلا بك يا دكتور مصطفى سعيد بهذه الزيارة جدا انا اسعى بيت انا اسعى واحنا بنتكلم خلينا اقولك انه اول حاجة تختور في بالي انه في ناس اجعلهم آلم في العنق هيقولك طب هو كل آلم في العنق انزلاق وضروفي طب ما فيه آلم ممكن ما تكونش انزلاق وضروفي فهو سؤالي هل كل آلم في العنق يساوي انزلاق وضروفي اكيد الاجابة لا طبعا لا يعني ابدأ الكلام بدنانا طبعا يقول طبعا مش كل آلم فيه الرقبة يبقى انزلاق ضروفي عمقي وحوالي 30% احصائيا والنسب العالمية ان حوالي 30% بيشتكوا من اعلام في العمود الفقري فاكتر منطقة بيجي فيها وجع هي منطقة الرقبة طبعا اشهر سبب لها هي الشد العضل اللي بيجي فيه العضلات في منطقة الرقبة وده الموضوع راجع للحركة ان الرقبة هي اكتر منطقة في العمود الفقري بتتحرك فممكن يكون بسبب طبيعة الشغل محاسب مثلا او مدرس كمان الالام الرقبة بالذات بتبقى اكتر يمكن من الالام اسفل الظهر لان الرقبة الموشن او الاتساع مدى الحركة فيها اكتر من اسفل الظهر ده راجع ان احنا حتى واحنا نايمين بنستخدم رقبتنا كمان الفقرات العنقية هي فقرات صغيرة وضعيفة بالنسبة للفقرات القطنية فده عشان خاطر ده بيسمح بموضوع الروتيشن اللي هو اللف يمين واللف شمال دي الحركة دي مش موجودة اسفل الظهر فاشهر سبب لالام الرقبة احنا عايزين نفرق بين الام الرقبة والام الانزلاق الغضروفي فالام الرقبة اشهر سبب لها والشد العضلي وده بيبقى سبب مجموعة من الترقومات الغلط وسبب مجموعة من العادات الغلط وممكن يكون سببه طبيعة الشغل الحاجة التانية اللي عاديين نقولها ان الام الرقبة عموما بتحصل في يعني دلوقتي بقت موجودة في كل الاعمار من اول الاطفال لحد كبار السن ما هيش مقتصرة على كبار السن فقط وده بيبدأ برضو في الاطفال من اول سنه صغير يعني سنه اكبر شوية من اول ما تبدأ الشنط يبقى وزنها اتقل شوية احيانا برضو في المدرسة نلاقي ان احيانا الاطفال بيهزروا مع بعض ان هو مثلا ممكن يخبطوا بعض بالشنطة على رأس بعض احيانا برضو فيه اه الحركة دي مشهورة بين الولاد وبعضهم شيل الشنطة روح جاي حتى يعني دي كارسي على فكرة اه بس يعني دي برضو من الاسباب اللي بتعجل بظهور الاعراض واحيانا برضو يبقى فيه اصدقاء او اصحاب مع بعض ويبقى الهزار تقيل شوية او حاجة اه ساعة يمسكوا واحد يمسكوا تحت كده ويبتك على الرقابة وكانه بيهزر معا كانه بيهزر معا وبرضو بتعمل مشاكل كتير وشفناها عملت مشاكل وصلت للنزلاق الغضروف العنقي وعملت اعراض شديدة جدا اه طيب يبقى اشهر سبب الالام الرقابة هي الشد العضلي بسبب التراكمات الغلط لكن ايه هي الاعراض اللي العيان اشتاكى منها نبدأ نشوك او المريض لازم ساعتها يروح لدكتور متخصص اوه اللي تنزر انه بدأ يجيله انزلاق الغضروف العنقي ده اللي انا عايز افهمه منك تمام يعني اول حاجة ان الالم بيجي يوميا للمريض وعادة بيبقى في وقت محدد يعني الالم اللي انزلاق الغضروف العنقي بالذات دايما يعني يقولك انا اول ما روح البيت وروح الشغل احس بالالم كله بدأ يجمع علي اول ما بيخلص الشغل وبيجي بالليل يبدأ يشتكي بالم في رقابته يعني يمكن الالم بتاع خشونة الفقرات بيبقى مختلف شوية العن بيصحى من النوم على الوجع ده بيقى معناه بالنسبالي ان فيه خشونة او التهابات في المفاصل اللي بين الفقرات اللي هي المفاصل الصغيرة فيه نمط تاني من الالم ان العن بيشتكي الم في رقابته يقولك ممكن يصحيني من النوم ده بالنسبالي ممكن يكون ليه مدلول يعني خطير شوية او اقلق منه اكتر ده معناه انه ممكن يكون فيه مثلا اورام مثلا في الفقرات او التهابات ديسكايتس لكن ألم اللي نزلها كضروفي عادة بيبقى بعد ما يخلص الشغل بالليل وقت ثابت يشتكي منه عايزين نقول إن يعني لو جبنا خمسين مريض بيشتكوا من ألم في الرقبة فكل واحد ممكن يوصف الوجع ده بشكل غير التاني لكن لو العين بدأ يشتكي إن الوجع بدأ من رقبته يسمع في دريعه زي سلك كهرباء أو تنميل أو سكينة أو نشر مهما كان بقى طبيعة الوصف اللي هو بيوصفه خضران وتنميل وكهرباء ده غالبا انزلاغ ضروفي لكن كمجرد وجعة الرقب بالمنطقة دي كتير جدا بيشتكوا منطقة الرقبة بالكتف لكن أول ما يبدأ يسمع في الدريع لحد الصوابع نشك إنه ممكن يكون فيه انزلاغ ضروفي بنسبة كبيرة ووجع العصب هو وجع مميز يعني عايز يقولك فيه سلك كهرباء فيه نشر فيه مصمار وجع مميز غير وجع الرقبة اللي كل عيان هيوصف وصف مختلف عن التاني الحاجة التاني إنه وجع الدرع ده بيبقى من الحاجات المميزة فيه يعني ممكن ألاقي العين داخل رفع إيده كده أقولك أنا ما بنامش لو أنا رفع إيدي فوق لأن الحركة دي بتوسع حوالي ميلي على مخرج العصب فده بتدي له راحة بيعرف في نامه ورافع إيده بالمنظر ده ده مميز جدا لواجع الانزلاق الغضروفي فيه أعراض تانية ممكن المريض يبدأ يشتكي منها مش لازم سلك الكهرباء لكن ممكن يبدأ يشتكي إنه فيه تنميل في الأطراف في إيديه وفي رجليه ده من الحاجات اللي هو لازم يتوجه للدكتور المتخصص الموضوع ممكن يزيد يعني ممكن المريض يشتكي إنه بدأ العضلات في إيده تخس إيديه ورجليه ده معناه الموضوع بدأ يتقدم أكتر من كده ممكن برضو إنه يبقى فيه مشكلة في المشي يعني العين يشتكي إنه هو دلوقتي المشي مش مظبوطة ممكن المريض يشتكي إن البول بيجري منه ما هو مثلا لو بره وتأخر عن الحمام ممكن فيه البول يجري منه أو نقطة ينزل منه طبعا دي مراحل متقدمة لكن هو طبعا في البداية كل المريض مراحل الدكتور المتخصص بدري كل طبعا مكان التشخيص بدري وغالبا بنسبة كبيرة يعني المريض لو راح للدكتور في الدكتور جراحة العمود الفقري بدري بنسبة 80% يعني مش هيقول له عملية لإن فيه مرضى متخوفين إنه هما يروحوا لجراح هيقول لك هيقول لي عملية ويدخلني في متاهات ويطلب لي أشعات لكن السبب في كده إن المريض دايما بيخلي بيروح للدكتور المتخصص بيبقى آخر اختيار يعني المريض ممكن يروح يبدأ بالمجبراتي مرورا بالعلاج الطبيعي ممكن يروح لأي حد لكن الدكتور المتخصص بيبقى آخر اختيار بالنسبة للمريض ده الغريب الحاجة التانية برضو أحيانا لنزلاق الغضروفي العنك بيجي بأعراض تانية مش كلاسيكية ممكن أشهر سبب للصلاع خارج المخ هو الانزلاق الغضروفي العنك الشد العضل بتاع الفقرات الحاجة التانية ممكن ييجي بدوخة أو عدم اتزان وده راجع لأن الشرايين الفقرية المودية الدم للمخ هي ماشية على الحدود الجانبية للفقرات العنقية فمع الخشونة بيحصل الزوائد العظمية ممكن تأثر على الدورة الدموية اللي راح في العين يشتكيه بدوخة وعدم اتزان وكتير جدا عينين بيبقى عندهم الموضوع ده ويروحوا لده كترة أنفو أذن ويلفوا لفة كبيرة وفي الآخر هو الموضوع الفقرات العنقية ممكن أحيانا برضو من الحاجات المشهورة العين بيشتكي بواجع في الدراع الشمال وصدره وتتلغبط أحيانا مع الزبحة الصدرية وفي مرضى كتير بيجي لهم الوجع ده بيروحوا لكاترة قلب ويطلع في ريه تماما مفيهوش أي حاجة وفي الآخر هو الدكتور القلب نفس يقوله ما فيش حاجة بيقوله ده راجع للفقرات العنقية حتى بتتسمى أحيانا الزبحة العنقية فزي ما بنقول دي أشهر الأعراض اللي المريض ممكن يشتكي بيها وتشككنا أن فيه انزلاغ غضروفي والمريض لو راح لدكتور المخ والأعصاب في الوقت المناسب لو راح له بدري غالبا بنسبة 80-90% هيقوله علاج تحفظي وهينبهه للمشكلة اللي عنده لكن للأسف طبعا نسبة كبيرة من المرضى بيجو للدكتور هو مثلا فيه رعشة في رجله بيسنده دلوقتي جايبينه بيوصل مراحل متأخرة بيشتكي يديله عشر سنين أو خمستاشر سنة وفي الآخر هو يعني رايح للدكتور يعني بتبقى الحالة متأخرة وطبعا كل العين ما جيه بدري وتعالج بدري كل ما كانت النتائج أفضل الخشونة الفقرات العنقية عايزة فهب خشونة الفقرات العنقية يمكن دايما الانزلاق الغضروفي بيجي انزلاق غضروفي فقط بيبقى في السن الصغير لكن بعد الاربعين لا بتبدأ يبقى فيه خشونة في المفاصل بين الفقرات مع الانزلاق الغضروفي فده بيعمل ديء في القنال العصبية طبعا فيه فرق بين ان الضغط الفقرات العنقية لها خصوصية مختلفة عن الفقرات القطنية ان الحبل الشوكي شخصيا وده جزء من الجهاز العصب المركزي ماشي في القنال العصبية في الفقرات العنقية فمختلفة عن الفقرات القطنية انه بيبقى ماشي فيها الاعصاب الطرفية طبعا الحبل الشوكي مشكلته انه ممكن لو فيه غضروف ضغط على الحبل الشوكي شخصيا حجم الالم اللي عند المريض بيبقى غير متناسب مع المشكلة او مع حجم الغضروف اللي موجود عنده عشان خاطر كده يعني الفقرات العنقية الضغط على الحبل الشوكي فيها بيأثر على الجزء الاحساس والموتر او الحركي معاه على طول مختلف عن النزلاق الغضروف القطني عادة الالم بييجي مع المريض بيبقى هو الدوملنت هو الاساسي والحركي ده ممكن يتأخر بعدين خالص لكن النزلاق الغضروف العنقي بيأثر على لو ضغط على الحبل الشوكي في المنتصف على طول بيأثر على الموتر وعلى القوة الحركية وعلى الاحساس اه فعشان خاطر كده هو بيبقى اخطر شوية من النزلاق الغضروفي القطني الخشونة دايما بيتيجي في السن الكبير لان دايما السن الكبير ما بنشوفش غضروف بس لا بيبقى غضروف ومعه خشونة في المفاصل بين الفقرات والاربيطة فده بيقدي الى قديك في القناة العصبية وطبعا ده بيأثر على القوة الحركية بيعمل الالم والاحساس وللأسف بيبقى مش متناسب مع حجم المشكلة وده اللي بيخلي المريض يطنش او يستنى والموضوع يجبر ودايما احنا بيبقى يعني دايما بطبيعتنا يعني يعني ايه بنحاول مش هقول اهمال بس بنطنش يعني المريض ممكن يطنش فالفقرات العلاقية بالذات التطنش فيها يعني ممكن يكون التمن فيها غالي لو احنا اتأخرنا فيها فترة كبيرة لان احيانا ألاقي عيان مثلا جاي بدأ يسندوه او يساعدوه ان هو في المشي المشي مش مزبوطة يقولك امسك المعلقة تقع مني يجي مش عارف يزرر الاميس وفي الاخر هو خلاص يعني قرر ان هو يروح للدكتور المتخص فيعني يجي مثلا يقولك اصلا انا عشان خطر طبيعة شغلي وباحتياجاتي وده كذا وواحد تاني مثلا يقولك اصلا مثلا بتحمل الالم وبيكابر فللأسف المريض لما بيسيب نفسه يحاول يعني يجيب شماعة او يغلف يحاول نغلف الاهمال بتاعنا باسباب معينة طبيعة الشغل طب انا هعمل ايه طب اصلا انا خايف اروح للدكتور يطلوب لي اشعات ويدخلني في ماتهات كبيرة لكن بالعكس وكل ما راح بدري كل ما كانت المشكلة علاجها اسهل ونتيجها افضل طبعا ازاي بنشخص المشكلة والتشخيص معناها معرفة الشيء ولا معرفة دركته معرفة الشيء ومعرفة دركته لان في البداية دايما الانزلاق الغضروفي بيبقى يعني درجة بسيطة ومشاكله بسيطة وبننبه المريض ان عنده المشكلة الفلانية او عنده انزلاق غضروفي فيبدأ ياخد باله في القاعدة على شغله على الكمبيوتر سواء على الكتابة او وطفره وبيشتغل محاسب او بيشتغل ايه بالزبط يعني مثلا الصورة اللي موجودة قدامنا دي مثلا ده مريض كان عنده حاجة وستين سنة فيه النقطة البيضة اللي هي موجودة في الحبل الشوكي دي دي لما بيشوفها بيبعرف ان العين بيشتكي قديله فترة كبيرة ده ايه ما رأي ده ايه ما رأي على الفقرات ده رانين على الفقرات العنقية المريض ده اللي حصل معاه بزدابط هو بيشتكي قديله اثنين طويلة مرة واحدة وقع فجاي بشلد رباعي وطبعا الكادمة دي معناها انه هو بيشتكي قديله فترة كبيرة وفي دي ايجامد في القناة العصبية فممكن تبقى واقع بسيطة احيانا بيكون السبب غير مباشر يعني المنظر ده مش بين يوم وليلة مش الخبطة هي اللي عملته هو قديله سنين بيعاني ومع الواقع هي اللي كانت سببت في الآخر او كانت هي السبب غير المباشر للمشكلة اللي حصلت له طبعا ده دخل عمليات فورا بس طبعا ده لو كان عمل الاشعات بدري وراح للدكتور بدري فكان شص الموضوع للصورة دي فلو انزلاق غضروفي صغير طبعا اللي لايه غالبا من نسبة 80% بيبقى علاج تحفوظي وان اللايف ستايل موديفيكيشن يعني ياخد باله ويحرص في طبيعة شغل وده برضو صور مختلفة يعني لمرضى لكن طبعا الانزلاق الغضروفي اهم حاجة اول حاجة بنكشف على العيان يعني احنا ازاي بنشخص احنا بنكشف على المريض اول حاجة بقى فيه قلم في الرقبة بقى فيه طبعا اللي هو النشر او الكهرابة اللي موجودة في دراعه وزي ما قلنا ان هو لو رفع ايده فوق الواجع ممكن يقل شوية بيقى فيه برضو فحصات معينة للاعصاب بنعملها وبرضو بنطلب للمريض اللي هو الرنين المغناطيسي ده اهم فحص بالنسبة للعمود الفقري ودايما المريض يعني حتى احنا في معارفنا وعلاقاتنا ممكن حد مثلا يشتك ان هو يقول لي مثلا ده فيه واجع في رقابتي ومسمع في دراعي فمثلا اقول له مثلا طب ممكن نعمل رنين نتطمن او حاجة تلام الموضوع ليه فترة يقول لك لا بس انا عايز شوية علاج ومسكن فيقول لك انا هروح للدكتور هو فيه عين بيبقى نفسه يجي لك يكشف مثلا يقول لك انا كنت عارف ان انت هتطلب اشاعة يعني هو نفسه مش عايز يعمل اشاعة يعني الاشاعة دي هتطمنك او هتنبهك ان فيه مشكلة جملة المشروع قد تعت المرضى يقول لك انا خايف اعمل الحاجة هتطلع عندي اه وهي ان انا معرفش الجملة دي بيجيبوها منين يعني جملة غير منطقية انا خايف مثلا ايه افتح الشباك لكون فيه نار برا فما اطفهاش ثم انا لازم اطف النار طبعا يعني هو ده طبعا يعني انا برضو يعني هو المريض احيانا بيكون معذور في الموضوع ده لان هو بياخد المعلومة بتاعته منين بالزبط للأسف دلوقتي معظم المرضى بيتاخد المعلومات بتاعتها من وسائل السوشيال الميديا تلاقي مثلا فيه جروبات مثلا جروب الام الرقبة جروب ده بجد اه ده بجد فعلا وتلاقي فيه يعني مقاومة غير طبعية لأي رأي طبي او اي حاجة ممكن تخليه ان الرأي الطبي بيبقى رأي موقع له بنود ولو احتمالات ولو انواع ولو حوارا الرأي الطبي هتلاقي دايما رأيه تألف صفحات اما الرأي الجاهل فهتلاقي بتألف في السطر لحقيقي يعني يعني مختصر وتلاقي شكله جذاب كده ولطيف يعني ده ده حقيقي لكن احنا برضو الحاجة اللي بنحب نقولها احيانا برضو العينين بيبقى يعني عنده مثلا يعني ألاقي مثلا المريضة جاية مثلا عندها صعوبة في الماش دي محتاجة مثلا عندها مثلا النقطة او الكادمة او الارتشاح اللي موجود على الحبل الشوكي وتقول ماشي انا يعني ايه هعمل عملية بس هستنى بس ايه لما يخلصوا امتحانات ونعملها مثلا كده مثلا انفرح بانتهى ده مثلا فالأفرح مثلا في عيد البلاد او الله اسبوع الوادي الصغير اه يعني بنسمع بنسمع الاعذار دي كتير وهو يعني دايما للأسف هي بالنسبة للمرضى يعني بيسيبوا نفسهم وبيطنشوا ودي من الحاجات طبعا للأسف كمان المشاكل اللي بتحسن يعني ضمور العضلات ده ما بيتحسنش تاني يعني المرضى اللي بيعندهم نقطة او كادمة في النخاع الشوكي انا ببقى عارف انهم حتى بعد العملية مش بيتعافى بنسبة بنسبة مثل وقافوا عند اللحظة اه هي مزيتها ان احنا الحياة بتحميه من حدوث مضاعفات حدوث شلل ان المشكلة تزيد ان هو يبقى على كرسي ان هو طبعا وبرضو بيحصل تحسن في الاعراض بنسبة مرضية بس مش زي لو بدأ من الاول بدأ من الاول ايه طرق العلاج المختلفة وهل في افضلية النوع على اسلوب علاجي على اسلوب تاني ولا كل واحد له العلاج بتاعه منظر لده ميكروسكوب لده اشعة داخلية لده هو بنسبة 90% لو المريض جي بدري بالعلاج التحفظي وبالأدوية وبالنوع ياخد باله الامور بتتحسن وما بيحتاجش اي حاجتين لكن طبعا زي ما بيقول لحضرتك ان معظم المرضى نسبة كبيرة بيجي مش في الاول فطبعا احنا عندنا في الاول بنبدأ برضو طالما الباور او الحركة كويسة والموضوع مجرد وجع فبنلجأ الاول للعلاج الدوائي وده بمجموعة من مضادات الالتهاب وبيبقى يعني بس مجموعة من الادوية بنيديها للمريض وممكن مع العلاج الطبيعي وبيجيب نسبة في عينين كتير لو في الاول لكن طبعا لو بدأ يتحصر الموتور يتأثر الموتور باور او الطاقة الحركية او القدرة الحركية ده معناه ان المريض يحتاج تدخل جراحي فورا او سريع او على قد منقدر يكون بدري الحاجة التانية برضو اللي بتخلي الامور تتطور حتى لو العين عنده الباور كويس او عنده الحركة كويسة ان معظم العينين مش بيلتزموا بالعلاجات قوي يعني ممكن يبقى الموضوع جاي مثلا مجرد الواجع اللي في ايده ورقابته العين تديره العلاج ما يلتزمش به برضو في شغله عادي ما هو مش هيقدر يغير شغله فده بيقدي ان الموضوع ما يتحسنش فاحنا عندنا كذا السبب اولا ان انا اديت للعيان انا دوقتي بتكلم ان الحركة سليمة او ان الباور سليمة والموضوع وجع اديت علاج والمريض ما تحسنش ساعتها المريض ده يبقى محتاج تدخل جراحي الواجع اللي انا بتكلم عنه ده خلال ثلاث شهور المفروض يقل بالعلاق النقطة اللي بعدها لو العام الأول ييجي يقول لي انا عايزك في الواجع عندي طعلي ايدي يعني الواجع بيبقى جديد جدام الأول ممكن يحتاج عملية لو الحركة تأثرت ساعتها بنلجأ لتدخل الجراحي على طول وطبعا يعني يمكن الصورة اللي قدامنا دي هي طبعا الجراحة دلوقت في الفقرات العنقية اكتر حاجة بتبقى الجراحة ميكروسكوبية بتبقى فتحة في حز من حزوز الرقبة وده من العام بيبقى مستغرب وبيبقى فاكرا العملية الفتحة تبقى من وره هي الفتحة تبقى من قدام حوالي 4 سنتي وبتتقفل تأفيل داخل لما ببنش يعني في الآخر وبتبقى جراحة ميكروسكوبية بنستقص الغضروف المنزلق ومنحط مكانه طبعا فيه أنواع كتيرة دعمات بتتحط فيه حاجات مثلا قفص ممكن تايتانيام وأحيانا بيتحط غضروف صناعي بيبقى بيك أنواع كتيرة جدا كل مريض بيتحط الحاجة المناسبة لحالته اللي نزلق الغضروف العنقية كمان هي العملية بتاعته يعني الاسبيس ده والمساحة دي صغيرة جدا طبعا الميكروسكوب بيساهل جدا الرؤية للحبل الشوك وللأعصاب هي عملية بتتعمل في وقت يعني ما بتطولش مدة العملية ونتيجها ممتازة والحمد لله يعني الميكروسكوب حسن النتائج جدا فيها والغضروف العنق نفس ممكن دي صورة مثلا الغضروف أو الأفص اللي بيتحط بقى فيه علامات معينة عشان تحدد مكانه إنه موجود ده باستخدام جهاز الأشعة جهاز التصوير الحية أثناء العملية إنه هو في مكانه المزبوط برضو الانزلاق الغضروف العنقي إحنا تقريبا يعني نسبة إنه هو يرجع بتبقى ضعيفة جدا لأن تقريبا الغضروف بيتشال كله غير الغضروف القطني فيه نسبة إنه هو يرجع دايما لو رجع الانزلاق الغضروف العنقي بيبقى اللي فوقيه أو اللي تحتيه وده بيبقى سببه برضو إن العيين ما لتزامش أو طبيعة شغله أو برضو الحركات الغلط الصورة دي بقى يعني يمكن ده تثبيت المريضة دي كانت بتشتكي سبع سنين بكسر في الفقرة العنقية التانية يمكن الأطلس والأكسس اللي هي الفقرة العنقية الأولى والتانية القصور فيهم بيبقى عند قاعة جمجومة يعني طبعا الحبل الشوكي في الرقبة وامتداد جزء المخ المريضة دي يمكن حتى أشعاتها برضو هتتعرض للوقت الفقرة العنقية الأولى تزحزحت بنسبة كبيرة جدا وده عمل كادمة أو نقطة كده في النقاع في الحبل الشوكي وهنا عملنا عملية توسيع للقنال العصبية وعملنا تثبيت للفقرة العنقية الأولى والتانية يمكن العملية دي زمان كانت نتيجها مش حلوة ومن العملات اللي بتحتاج يعني learning curve عالي جدا يعني لكن الحمد لله ده وقت يبقى أنا بنعملها كتير ونتيج فيها كويسة فالمرة دي قاعدت مستنيها سبع سنين ما عملتش العملية يعني هي واقع من سبع سنين ما عملتش العملية غير لما بدأت يسندوها في المشي سبع سنين كاملة فطبعا التعافي للأسر بيبقى مش يعني طبعا هي اتحسنت ورجعت وبقيت كويسة بس مش زي ما كان من سبع سنين يعني وكانت عملتها من سبع سنين كان هي بقى أفضل بكتير خلينا نروح لسؤال مهم هل ألام أو مشاكل الفقرات العنقية وغضروف العنقية ممكن يسمع في أسفل الظهر ويعمل ألم هي عموما لانزلاق الغضروف العنقي أحيانا الشد العضل في الرقبة بينزل ما بين لوحين الكتف ممكن يسمع تحت عند أسفل الظهر لكن برضو عايزين نقول إن هو تقريبا المرض واحد يعني كتير جدا في الناس بقى لسنها كبير بعد الخمسين ألاقي مثلا المريض مثلا بيشتكي مثلا إن فيه أنا رقبتي بتوجعني وكتفي بيوجعني ومرة واحدة ليقولي وضهري بيوجعني ورجلي بتوجعني ونكتشف بالأشعات لما نعمل الرينج نلاقي إن فيه غضروف في الفقرات العنقية وغضروف في الفقرات القطنية فكتير جدا في السن الكبير نلاقي غضروف عنقي ونلاقي غضروف قطني فده بيسبب ألم في الرقب ويسبب ألم في أسفل الظهر ساعتها بنقيم الحالة ونشوف إيه اللي تعبه أكتر ومن حد ساعتها مجموعة العلاج اللي تنزبه يعني هنا العلاج متسابه أو متشابه بين الاتنين هو تقريبا طرق العلاج في الاتنين فيه كذا مجموعة من العلاج للنزلاق للغضروف العنق والقطن أو المجموعة اللي هي العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي أو العلاج التحفظي تاني فيه مجموعة برضه في النص عايزين نتكلم عنها اللي هي التراضي الحراري أو الأشعة التدخلية هي لو اتعاملت للمرضى اللي هم فعلا محتاجينها فهي بيجيب نتائج كويس لكن للأسف هي أحيانا يعني بيبقى غضروف منفجر مثلا وحد مثلا يقول لك أنا عايز أعمل حق هو ما ينفعش معي يعني علاج الألم أو التراضي الحراري بتعمل لكل ما هو ليس بجراحة يعني ما ينفعش يبقى غضروف منفجر أنا شوفت عينين غضروف وعنق منفجر وراه عمل تراضي حراري وخرج بمشاكل بضعفه في الأطراف الأربعة عمل العملية برضه بس في ظروف أسوأ إنه هو لو ما كانش إيه عمل فهو طبعا المجموعة التانية هي علاج للألم بتتعامل في حالات إن الغضروف ما يكونش منفجر أو إن يكون المريض مش محتاج جراحة المجموعة التالت اللي هي تدخل الجراحي وده بيشمل طبعا الجراحات اللي هي التدخل المحدود أو الجراحات الميكروسكوبية التدخل المحدود مش معناها إن إحنا بنعمل جزء معين من العملية لا هي معناها إن العملية بتتعامل على أكمل وجه وعلى ما يرام ولكنها باستخدام تقنيات معينة بتسهل إن إحنا نعمل العملية بدون الطريقة التقليدية الرسالة التي تود أن تصل لكل المرضى وخصوصا في الانزلقات الغروفية العنقية إن المريض ما يترددش أبدا أبدا إنه هو لو عنده شكوى حقيقية مستمرة سواء في رئابته أو في ظهره ومسمعه في الأطراف إنه هو يروح للدكتور المتخصص وإنه هو ما يقلقش أو ما يخافش من أنه يعمل أشعات أو أن هو يشخص نفسه بدري لأن الوقاية تغني عن العلاج يعني شو الوقاية خير من العلاج الوقاية تغني عن العلاج الوقاية تغني عن العلاج ده تعبير رائع جدا وجديد الوقاية خير من العلاج لا ده تغني أنا ممكن بعديها محتاجش إلى أي شيء طالما أنا حقي نفسي من هذه المشكلات وهضف لها حاجة تانية سطري للتحته الألاج المبكر فيه نتائج رائعة يغني عن المضاعفات ويغني عن مشاكل قد تكون ليس لها حل حتى مع العلاق يعني ممكن أن أدخلها عليك وقف المشكلة عند حدها لكن ما حدث من ضمار ومن إصابات في العصاب قدت إلى شلل مثلا في الجزء من الجسم يعني لن يعود مرة أخرى اللي هيعمل سيتحسن نسبيا لكن لن يعود إلى حالته الطبيعية مرة أخرى التطنيش يا جماعة أنت قلت جملة الدكتور مصطفة قال جملة مخيفة جدا قال فيه ناس بتأجل عمليات عشان خاطر الولاد يخلصوا مدرسة لا حي أو يخلصوا امتحانات ده في أنية منطقة يا جماعة هل ده حب الولاد ده جبل معلش خلينا له صرحة أنت خايفة من العملية وبتتحججي أو بتتحجج ده فيه ناس بتأجل عمليات لغاية لما يخلص المصيف يعني ما هذا العقل الرائع المبدع أنت بتفكر في إيه عم وانت بتأجل عملية مهمة جدا في حياتك عشان خاطر أنت في مصيف أو فرح بنتك ده فرح بنتك يتأجل وعمل عملياتك أنا بتكلم جد الأولويات عندنا في مصر فيها مشكلة كبيرة جدا ضيف العزيزة القيمة العلمية القديرة والاسم اللامع في عالم جراحات المخوة والأعصاب لأستاذ دكتور مصوفة فكري تنطوي أستاذ جراحات المخوة والأعصاب والعمود الفقري والاسم القدير في هذا المجال نورتنا وأسعتنا بهذه شرح العلم الرائع من زلاق الغضروف العنقي والانعراج اللي حصل على علاقة الغضروف العنقية ومشاكل العنق بالضهر كان مفاجأة بالنسبة لي وتوضيح مهم جدا إنه كثير من التداخلات من أسليب التداخلية لها موقح ما نخليهاش بقى زي مثلا التردد الحراري ما نعمموش مش كل حالة يلا نعمل التردد الحراري لا لا ليه حالاته أجماعة كل حاجة ليه حالتها الطب وجراحات المخوة والأعصاب عامل زي المواصلات زي المواصلات أنت راح أمريكا تركب ايه تركب طيارة صح كده مضبوط طلع من زادي راح أكتوبر هتطلع من زادي الأكتوبر بطيارة يعني حاجة بالعقل يعني هتركب موكروباس هتركب عربية رايح من أول من البيت رايح تصلي في الجامعة اللي ورا البيت مش هتروح بقى بعربية هتتماشى أو تاخد عجلة العجلة بتاعتك أو الاسكوتر هتروح طالما شارع كل حاجة وليها موصلتها في الطب كده في حالات تعالي بتردد حراري في حالات لازم أجراحها بالمنزر في حالات جراح ميكروسكوبية أنا بقيت فاهمة نورت يا دكتور خليكم مع الدكتور شكرا أهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا في عالم مهم عالم جراحات السمنة مع قيمة علمية كبيرة في هذا العالم لكن قلنا أقول لكم أنا محتاجين نعيد النظر في جعل كيفية جعل الأباء والأمهات صالحين أن يكونوا أباء وأمهات كلمة قاسية لكن وقعين هسألك هوا هسألك أنت فعلا تنفع تكون أب الأبوة والأمومة مش مجرد كلمة دي مسئولية هنفهم النهاردة إيه سرها أو جزء كبير من المحيط بها ضيف العزيز القيمة علمية الكبيرة والإسم اللامع في عالم جراحات السمنة اللي بيبدأ في حواره دائما وبيمتعنا الحقيقة بأسلوب علمي راق جدا وفي نفس الوقت يصل إلى القلوب وبنسمع كل تفاصيل وقصص وحكايات جراحة السمنة ومحيطها من كواليس نقول عليها دائما حلقة عن الأسرار والكواليس لهذا العالم المسير عالم جراحة السمنة ميجسر هذا العالم والإسم المتميز للغاية الأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظر بكلية طب جامعة أنشامس المدير لوحدة جراحات السمنة بمساة شوادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بينجلترا عضو كلية الجراحين الأمريكية والخاصة على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة السرطي أهلا بجراء أهلا وسهلا أهلا وسهلا عايزة أبدأ بسؤال سمنة الأطفال إيه أنت نقول على طفل أنه بيعاني من سمنة مفرطة في البداية أسمح لي أن أنا حيا حضرتك وكل السيدة المشاهدين وكل فريق العمل حيا طبعا أن أولادنا غاليين علينا جدا وكمجتمع يمكن عربي أو مصري خصوصا الأطفال عندنا لهم قيمة كبيرة جدا ومخافة لهم قوي وطبعا إحنا بنبتدي نعرف يعني أن السمنة المفرطة في الأطفال بتبقى يعني مختلفة شوية عن سن الناس الكبيرة أكتر في السن وإحنا في المجتمع المصري ما بنمشيش على الجايد لاينز اللي هي فوق يعني الكوتل اللي هي فوق الأربعين نقول عليه السمنة المفرطة بل بالعكس إحنا بنبقى عايزين يزيد عن كده كمان عشان نقول أن ده محتاج لإنقاص وزن بصورة فعالة قد تكون إجراء لعملية تكميم المعدة أو تحويل المصار في بعض الأوزان اللي هي الضخمة اللي ممكن يكون معها سكر أو ممكن يكون عايز حاجة بقى من نتابوليك سندروم التي قد تحتاج إلى تحويل المصار فببساطة الطفل اللي هو كاسر وزن 100 كيلو اعتبره عنده سمنة مفرطة محتاج لحاجة لإنقاص الوزن منها العمليات التي تجرى بالمنذار زي تكميم المعدة في معظم الناس أو الأطفال أو تحويل المصار في بعض الأوزان أو في بعض الحالات الصحية في سن الأطفال الحقيقة طبعا احنا برضو بنزود شوية وبنقول إنه مش بس الوزن يكون كاسر المية ده احنا ببقى يعني لإنه طبعا يعني الثقافة نفسها انت عايز تنورها للأهل وعايز تنورها للمجتمع احنا لو فتحنا المجال ده لو قللنا البادمسة النكس يعني في السن الكبير ممكن نقول الخمسة وثلاثين زائد كمور بيدي يعني الوزن على الطول مرتين كاسر الخمسة وثلاثين يعني مش خمسة وثلاثين كيلو يعني لكن الكتلة نفسها أو الوزن غير مناسب للطول بنسبة صغيرة انت عندك عدد كدير جدا زي في الكبار يعني لكن في الأطفال خليك فوق الاربعين وكمان يكون عاك مشاكل لي السمنة المفرطة يعني بيجينا مثلا طفل مش قادر ياخد نفسه أثناء النوم أو بنت متغيبة عن المدرسة بسبب السمنة المفرطة عملالها أزمة نفسية تقوص في المفاصل وصعوبة في أن هي تمارس رياضة وتمارس حركة وتمارس نشاطها اليوم بصورة يعني مظبوطة دول يعني محتاجين لإنقاص وزن بصورة فعالة مش هنمشي على تغذية علاجية بقى لأنه أحيانا ما حدش وصل لك أصلا المراكز بتاعت إنقاص الوزن بيكون مجرفش إنقاص الوزن بطرق التقليدية أو بالتغذية العلاجية أو بالطرق اللي هي التحفصية فطبعا وزن بالبساطة كده يكون كاسر فوق المية يعني طفل كاسر وزن فوق المية أو أقل بشوية يكون عنده سكر يعني 80-90 كيلو طوله قصير والكتلة معدية الأربعين ويبترى يبقى عنده مشاكل صحية قد تكون سكر في بعض الحالات يبترى يعمل له العملية زي تكميم المادة هي الأرجح في سن الأطفال ليه زادت السمنة المفرطة أسبابها إيه يعني أنا كنا الأول نشوف طفل واحد في المدرسة كلها بيعني من السمنة المفرطة دلوقتي العدد بقى أكبر الحقيقة طبعا المميكنة اللي احنا عايشينها طريقة الأكل اختلفت خالص والحقيقة طبعا أنا أمكن شايف أن المجتمع دلوقتي بيحافظ الأطفال يعني على قدر المستطاع يعني الأسرة دلوقتي بقت فعلا هي شايلة هم الطفل اللي وزنه زايد وأنا دايما بقول لهم بيبقوا جايين يعني عندهم يعني نوع من الحزن الشديد أن طفلهم أنا ميل النهاردة أنا لسه قبل ما ماجد تصويركم لسه مخلص بعض الحالات للعيادات بتاعتنا في المراكز بعد الطفل ما خرج يعني جاي يعمل عملية وبتالي خدت الهيستوري بتاعه تجايزناه كويس جدا ما بأخرجه وبتالي يشرح لي المقاسي بتاعته وبتاعت الطفل من صعوبة النوم من صعوبة الحركة بقول لي يعني هو مش عايش يعني حياته الطبيعية كما يجب إحنا يعني عندنا ألم نفسي أكتر من الطفل نفسه ومش عايز تتكلم يعني قدامي بالمشاكل النفسية منش خير أثناء النوم طول الوقت مش قدر ياخد نفسه هو نايم من حياته اللي هو ما هو طفل وزنه فوق المئة كيلو إزاي أتقول له مارس رياضة رياضة إزاي يعني ما هو ما فيش مفصل أصلا يشيل وزن فوق المئة كيلو قل له إيجري إيجري إزاي ما هو أنت بتطلب منه حاجة مستحيلة نفسه مكروش مش قادر ينام بصورة منتظمة مش قادر ييقض نفسه أصلا فده طبعا أنت أقول له إلعب رياضة طب حجم نفسك عن الوجبات بقول له ما تكلش هو في هايبر انسولونيوميك ستيت الهايبر انسولونيميا اللي بتحصل عند الأطفال بتخلي عندهم حاجة يعني زي شراها للوجبات اللي هي فيها طاقة عالية فهو مش عايز يأكل أكل هو عايز حاجات فيها طاقة عالية من الشوكلتس والحاجات اللي هي الفاست فودس كلها كل الوجبات اللي فيها طاقة عالية هو جسمه كده هو في الانسولونيوميك ستيت الانسولين زايد بصورة مرضية بيدفعوا لأكل الوجبات اللي فيها طاقة دي سكريات عايزة يبقى مستكفي دي حاجات مياه غزية يبقى مبسوط جدا دي العصير بسكر كتير يبقى مبسوط عايز يأكل حاجات فيها دهون عايز حاجات فيها مقليات عايز حاجات قصدي انه الطفل معذور وبعدين برضو احنا معلش يعني الحاجة ان الاطفال احنا مش لازم نشايلهم الهم انه هم السبب في السمنة ابدا ده انت مورس له الجين ده من اب او ام او خال او عم هو عنده قليل قوي اللي تلاقي الطفل هو سبب في السمنة المفرطة طفل ايه ما هو مولود كده هو طول عمره عنده يعني عايز اقول حاجة 99% من الاطفال اللي بتجينا في المراكز عندنا اصلا عندهم سمنة ورساية بتلاقي الاب اصلا عنده مشكلة او الام او الخال او العم فلا يعني مش عايزين نشايل الاسر اكتر ما لا تطيق والطفل برضو مش عايزين نشايله اكتر ما يطيق طفل 11-12 سنة هو اصلا مولود كده هو عنده جيناته الورسية الهرمونز بتاعته هي جسمه كده ده مرض سمنة مفرطة chronic inflammatory disease اذا chronic disease ده مرض مزمن شديد الخطورة فلا نجلد اطفالنا ولا نجلد الاسر الحقيقة لانه الاسر دلوقتي بقت غير زمان عندهم ثقافة عالية جدا والاسر دلوقتي حاملين هم الأطفال بس هي اللاج في انه الطفل ما يقدرش يبقى القرار هو ما يعرفش ايه صح هو ما يعرفش طريق اللي يخص بي ايه هو لا يعرف حاجة عن التغذية العلاجية ولا حتى لو عمل التغذية العلاجية هو لا يمكنه الاستمرارة عليها لانه طفل في اللقاء فمشكلة كبيرة هي محتاجة يعني يعني محتاجة تدخل ومحتاجة ان احنا بقى في اللي احنا بنعمله ده زيارة الثقافة وزيارة ان احنا ايه الحل ما هو هو لو الاسر عارفة ايه الحل المزبوط وهتعمله هو بس المشكلة اللي ما فيش اصلا الكنسب نفسه مش موجود بتعمل لطفل ازاي عملية 11 سنة لا ده موجود عادي جدا طب يمارس في كل في كل العالم مش بس عندنا في مصر لا ده طب عادي جدا وطب منظم متابعة جايد لاينز موصوف بس هي الفكرة ان تصل الفكرة بالصورة المزبوطة يعني بحيث ان الموضوع ماشي بنظام امتى يكون القرار هو اجراء عملية بالنسبة للطفل يعاني منسبنا هو منظم الصحة العالمية من سنة 91 عموما الكتلة اللي هي كسرة ال 35 وعنده يعني عنده مشاكل من السنة كتلة في الجسم اللي كسرت 35 35 طب الاطفال بقى احنا مخليها الاربعين كمان ومش بس اربعين ده احنا مخليها فوق الاربعين بزيادة ويكون مضاعفات واضحة جدا بحيث ان احنا يبقى قدمنا يعني بنحاول ان احنا نخصيصه بطورة تقليدية كزا مرة ويكونوا الاهل ابتدوا تغذية علاجية سابقة لذلك وبالتالي ناخد قرار لانقاص الوزن اذا كتلة كسر الاربعين وابتدى الطفل يشتيك من مشاكل صحية وده يمكن اعلى كمان من الجايدلاينز بتاعة وزارة الصحة العالمية الاجراءات المتابعة هل تختلف عن الاجراءات المتابعة بالنسبة للكبار في الجراحة السنة؟ ولا حاجة بالعكس ده هي اسهل يعني الطفل اللي هو يعني دايما بيكونه ميديكاليفري ما بيكونش عنده اصلا مشاكل صحية يعني قد تعوق اجراء العملية او قد تعوق ان هو ينام تحت بنج فترة قسيرة لان احنا لو قررنا طفل 11 او 15 سنة بواحد تاني 60 سنة 60 سنة بيبقى عنده تحضير اصعب شوية قد يكون عنده مشاكل في القلب مشاكل في متعلقة بالسكر مشاكل متعلقة بالتنفس اثناء النوم او التنفس عموما بامراض مزمنة يعني بيتم تحضيرها قبل العملية لا الطفل اللي 15 سنة او اكبر او قل شوية هو ميديكاليفري يعني هو ما عندهش سكر في معظم الاطفال ما عندهش مشاكل في التنفس في معظم برضو الاطفال يعني قصد تحضيره سهل يتم اجراء طبعا بالرغم من ذلك بيتم عمل بروفايل زي طبعا حاجات معملية زي صورة الدم السيولة وظيف كبد وظيف كلا بنعمل طبعا تقييم للقلب تقييم للتنفس قبل العملية بصورة يعني بنعمل سكرينينج للطفل بصورة طبية منصفوطة واجراء العملية اسهل بكتير جدا اثناء العملية وقت قصير الناس اللي هي الأكبر سن التكميم أم تحويل المصار انت كلمت كتير عالتكميم ميال لتكميم ميال للتكميم لأنه احنا طبعا احنا بندي فيتامينز ما بعد تحويل المصار بصورة مكسفة احنا مش محتاجين الطفل تبيه بفايتامينز ديلي كل يوم ياخد فيتامينز بصورة كبيرة احنا عايزين نقل الكمية الأكل فقط لكن امتصص الأكل لا يمكن التأثير عليه يعني الأكل واجبة فيها الحوم فيها خضار فيها فواكه تمتص كاملة مش عايزين نقصر عليها خالص احتياجه للفايتامينز اقل بكثير من تحويل المصار وعايز اقول حاجة اذا كان هناك يعني حتى باعي لاجراء تحويل المصار في السن صغير حتى لو وزن كبير كسر مثلا 150 كيلو او اكتر اعمل تكميم دلوقتي هي اخف في المتابعة وعايز اقول حاجة ان السن الصغير استفادتهم من العمليات اكثر بكثير من الناس الكبير حرقوا كتير عضلاته كويسة جهاز الحرق في جسمه عموما افضل بكتير بيتحرك اكتر يعني لو قارننا يعني السن يمكن الحياة ما يدخل في الحياة العملية اكتر بيبقى مكتبي اكتر بيبقى مميكن اكتر لكن الاطفال يمكن عندهم وقت للنادي عندهم وقت للدراسة بيتحرك بيروح بيخرج يعني بيبقى فيه استفادة اكتر من السن الاكبر دايما الحوار نسمعه كمان من المرضى او اهلهم بيكون لو وقع على الاظن رائع جدا بنستمتع بتجربتهم الشخصية وخصوصا انه هما بيكون عندهم قدر من الثقافة الطبية في المجال بعد ما مروا بتجربهم فيه بيخلينا نستفيد احنا كمان من التجربة احنا كاطباء نستفيد من التجربة نستفيد من رد فعلهم النفسي ده علم مهم جدا كده جدا ولذلك الاستماع دائما الى المرضى تجربة انا نفسي بسعى ان انا استمتع واستفيد منها اقصى استفادة تعالوا منسمع مع بعض اقول لي اخوان السنة كيف كيف اخوان امت اقول لي الوزن الزايد اللي عامك ده ما عمل لك مشاكل ايه ايه المشاكل اللي عمل لك نفسي من روح من روح من روح من روح ولا روح اي حاجة وزن 60 و 80 كيلو دكتور كريم يعمل لي العملية تكمل مهدى عشان لما بيجا لعب مصحاب بقدرش تلعب ولما بنام بنهج وبشتك من داري على طول وزني 109 جيت للدكتور كريم عشان عمل عملية عملية تكميم صحاب ما بيرودوش يلعب معايا ومش لاقي لبس كل ما جالعب معاهم يقول لا وكل ما جاجر معاهم يقول لا قناس امي محمد عند 12 سنة وزني 109 وعملت عملية تكميم مشكلة الدكتور الكريم خربت تمشيت وشربت كده عملنا عملية تكميم بقنا بقنا كم ساعة بقنا 8 ساعة دلوقتي 8 ساعت عملية تكميم ماذا بس بعد ساعتين بدأ يتحرك ومش عملية تحرك كويس ومش كويس ومش يشار 4 ساعات وبدأ زي ما تشاهل بدأ فاق تمام الحمد الله أنا اسم منطل مصطفى سن 11 سنة عملية تكميم ماذا وزني قبل العملية كان 87 في الوقت بقى 71 بقيت بلعب مع صحابي وبجري وبروح الجم وحياتي اتزبطت بعد العملية ودكتور كريم هو السبب اللي خلاني خس وشكرا دكتور كريم اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة أستاذنا رسوس دكتور السيد الأخر أهلا بك أعيزة الحوار المثير ده لأن اليوم فيه مفاجئات وحوار مهم العلمي وتفسير مهم جدا لكن هو السؤال اللي طول الوقت طول ما أنا جايب أسأل نفسي لماذا بطارة الراحل المهاجرة الآن سؤال من 1860 من أول اكتشاف المرض عند عالم جليل روكتانيسكي تحت المايكروسكوب واكتشف بقرة بطانة الرحم المهاجرة نخارج من مكان الرحم وبدأت القصة من اليوم ده بعد ما كان المرض هل بجد صدفة ولا ليه قواعد خاصة ولا هو كيان كامل لفلسفة وليه أدواته وإحنا نجهلها أحيانا نكتشف المرض ونربطه بطريقة ظهور بشكل معين فنفاجأ إن ما تمشيش مع طرق تانية بمعنى آه ده بطانة الرحم المهاجرة هذا الكيان الغير اكستر اردنري الغير اللي هو اكستر اردنري يعني غير تقليدي آه غير تقليدي متفرد إن بطانة الرحم لو اتفقنا إنها يا الجزء لو ده الرحم يا الجزء المبطن للرحم هذا النسيج اللي موجود في هذا المكان وليه علاقة بالدورة الشهرية إيه علاقته ببقية الجسم كاية فتتواجد هذي الخلايا في أماكن مختلفة يعني إيه مريضة تيجي تنزف من العنف فتجد بطانة رحم المهاجرة يعني إيه مريضة تكح فينزل دم فيطلع بطانة رحم المهاجرة يعني إيه مريضة يحصل فيه الحاح بولي وتبول أحيانا لإرادي أو متكرر فتكتشف إنه مش التهاب دبطانة رحم المهاجرة إنه فيه دم في البول دم السرطان دبطانة رحم المهاجرة يعني إيه انتفاخ في البطن دبطانة رحم المهاجرة يعني إيه ألم في العضلات دبطانة رحم المهاجرة يعني إيه تعب لا تشفو منه أبدا كورونيك فاتيك سندروم دبطانة رحم المهاجرة يعني إيه كحة وأزمة دبطانة رحم مهاجرة يعني ايه حمى بحر متوسط وتطلع بطانية رحم مهاجرة يعني ايه مالتوب سكلوروزيس ويطلع بطانية رحم مهاجرة يعني ايه خلل في الغدة الدراكية ويطلع بطانية رحم مهاجرة يعني ايه بقر في الجسم طلعة ونديول ورم في العضلة البطن تطلع بطانية رحم مهاجرة يعني ايه دمور في عضلة يطلع بطاني ترحم مهاجرة يعني ايه ألام في السياتيكا والأعصاب ويطلع عن موضوع بطاني ترحم مهاجرة يعني ايه يعني ايه هذا الوحش داخل المرأة وبيزهر امتى وزا كان ليه توقتي معين فازاي كمان يطلع لبنات لسه الدورة ما نزلتش زا كان احنا بنقول مرتبط بالدورة يعني لو قلنا ان خلاياه بتنتقل عن طريق الانبيب وتخرج برا يعني فنلاقي ان هو موجود لبنات مش موجود ليهم ارحم اصلا وفي بطاني ترحم مهاجرة الله مش كنا بنقول لو شلنا الرحم نعالج بطاني ترحم مهاجرة طب اللي ما عندهاش رحم عنده بطاني ترحم مهاجرة ازاي طب مش قلنا لو شلنا الرحم والمبيضين يبقى بالتالي ازا كان هو بيعتمد على الهرمونات اللي طلع من التبويض فشلنا المبيض اهو واذا كان هو بينزل من الرحم فشلنا الرحم اهو فتتحل المشكلة فلاقي ان في بطاني ترحم مهاجرة يعني ايه بعد سن انقطاع الدورة وما يطلق غلط يعني غلطا كده او يعني جملة خطأ انه سن انقطاع الدور سن اليأس ويطلع بعده بطاني ترحم مهاجرة الله يعني ايه ان بعد انقطاع الدورة وتاخد بعض الهرمونات التعوضية فتنتشر بطاني ترحم مهاجرة طب انا شلت الكيس رجع تاني ليه طب ايه كمان بطاني ترحم مهاجرة هل كان الحل فقط هو جراحي ولا دوائي ولا دوائي جراحي وهل بطانية الرحم المهاجرة هل هي فقط بس اللي احنا بنتكلم عليه كيس اللي تشوكولات يعني الكيس اللي موجود الكيس اللي تشوكولاتة اللي موجود في المبيض ولا احنا بنقسمها الى اوفيرين واكسترا اوفيرين يعني ايه يعني في المبيض وخارج المبيض وفي المبيض وخارج المبيض فنيجي نقسمها تاني داخل الحوض وخارج الحوض يعني لو جات في المبيض والأعضاء المجاورة ليه فدموها داخل الحوض يعني خلاص بالمجاورة بدأ المرض ينتشر من عضو إلى آخر بالتلامس بس تفصل إزاي للي راحت الرئة وتفصل إزاي أن يحصل كتامينيال نيوموسوركس يعني يحصل فيه تجمع أو هواء داخل الرئة شهرياً أو مع الدورة الشهرية أو يحصل كحة دموية حتى لو كان رير فنيجي نقول عنوان كبير لماذا بطانية الرحمة المهاجر رقم واحد هو أنا جالي ليه بطانية الرحمة المهاجر زي أسئلة كتير جداً من البنات مش معنا للي جالي بطانية الرحمة المهاجر هو ده خلل ولا وراسة ولا طريقة أكل ولا هرمونات غلط ولا تعرضت إلى البيئة هل هي ده فقط الأسباب ولا في أسباب أخرى المرض ده له طبيعة هرمونية له طبيعة تأثيرها هرمونية لأنه برضو وله علاقة بالبطنة وثيقة إحدى مرضانا الجميلات بتقول إيه بتقول لك بدأ بس يتكون بدأ يتكون التهابي ده شكل التهابي وصل لمرحلة الصديق فبدأ من كتر هذا الالتهاب بدأ يحصل تضخم في الطحان الحتة دي مهمة قوي حتة مهمة قوي حتة أنه تدل على أن هذا المرض مناعي ما يسمى بارتيكولات سيستم بورولي فريش اللي هو تضخم الجهاز المسؤول عن إنتاج الخلايا أو التعاون مع الخلايا ده الجهزة للتصدي للالتهاب زي الطحال فتضخم الطحال هنا في مرض في حالة مش تضخم الطحال احنا بنخاف منه ليه مفكر أنه ده قد يكون أوراق قد يكون أوراق لكيميا لوكيميا لينفوما هوجيكين الكلام اللي هو ده اللي كن السراطنات خالص أو إذا كان بدأ يحصل رضوك دم آه سراطنات الدم أو بدأ يحصل بلينك انلعرجم آه أيوة أو بدأ يحصل زي ما أنت قلت إيه ريتيكول اندوسيليا السيستم بقى بدأ يحصل حيبر بورولفريشر آه وبدأ ينتج بقى حيبر بليزي احنا كنا عاوزين نمشي بخطوات يعني إيه النهاردة تأكيدية وستيب باي ستيب للناس عشان أنا نفسي كان يفهموا النهاردة بجد كيف تنشأ أو تصنع بطانة الرحمة المهاجرة ثم تصدر خارج مكانها الطبيعي وإيه ها التوازن ما بين هرمون الإستروجين والبروجسترون ولو هو مرض أصلا بيعتمد على غذاءه الحقيقي الإستروجين هرمون الإستروجين هرمون الإلوسر والتاني يبقى فيه خلل فيه خلل لإنتاج هرمون البروجسترون عشان كده معظم الأدوية الخارجية تبقى هرمون البروجسترون أو بروجستروجين زي كلها المصنعة بكل أسماءها المختلفة عشان يعادل الإستروجين وبالرغم بعض الأدوية اللي بتبقى بنيديها زي نظائر الجناندوتروبين عشان توقف الإستروجين اللي نلاقي برضو المرض أحيانا على بعض الأدوية اللي توقف الدورة بينتشر وبيكبر إيه ده لإنه هو عنده مصنعات الإستروجين الموضعي يعني لما تحرمه من الإستروجين العام في الجسم هو كل بقرة بقى تطلع إستروجين خاص بيها شوف قديه ماكرو ولقمه وعنفه ولما بتدي بعض الأدوية زي الأرموتزن هيبتورز اللي بتدور إنه ما يكونش الإستروجين فيبدأ يتحسن الوضع ويأثر لبعض الناس وليه بعض الناس الجيناتيكس اللي هم أرايب واللي نسب بالبيطانة الرحمة الماجرى تبقى موجودة فيهم تصل أحيانا لطبع أضعاف نلاقي كمان عندهم إن نسبة البروجسترون في جسمهم أقل من الطبيعي فيؤكد انتشار المرض عن غيرهم وعلى مستوى الخلايا والماتريكس اللي موجودة فيها الأرضية اللي موجودة فيها بيطانة الرحم والتوازن مع الميتالو بروتينز إنزايمز والتيشو الميتالو بروتينز إنهيباتورز يعني إنزيم موجود في بيطانة الرحم مسؤول على إنتاج الخلايا بتاعة بيطانة الرحم وواحد تاني يوازن إن البطانة دي ما تتوغلش فإزاي واحد يبقى أقل من التاني فتلاقي إن البطانة تتوغل لما تخرج برة مكانها الطبيعي فتتوغل في الأنسجة ليه عندها استعداد تبقى إنفيزيف تاخذوا الأنسجة تخش تحت البريطون يعني إيه ده إيه الكدرة دي عندنا نظريات مختلفة ولكن النهاردة بس عشان يبقى الحالة دي ما تعديش لأنها صعب إنها تتكرر بجد لو إحنا هبدأ بحالة إن إحنا بنتكلم على بطانة رحم المهاجرة وعلاقتها بالمسانة البولانية حالة سين ولا حالة نون قبل ما نتكلم بس نبص بصة صغيرة هنا لو إحنا قولنا رجعنا للسوديو هنا قولنا ده الجهاز البولي كليتين كده كليتين حالبين مسانة بولية رحم رحم كليتين هل ممكن بطانة الرحم المهاجرة لو كده واضح الأمر يقول لي أه بس عايزة أشيل الكب ده بعيد نشيل ده كنه أيوة كان تمام واضحة الصورة كان أه حلو كليتين الكالية تنزل البول من الحالب هيروح المسانة البولية والمسانة البولية على بارة على مجرى البول خارجين ازاي بطانة رحم المهاجرة احنا اتفعنا لو ده المبي الرحم خرجت من الرحم وراحت الجسم كله لكن ازاي توصاب المسانة البولية ببطانة رحم المهاجرة ازاي توصاب الحلبين ببطانة الرحم المهاجرة زاي صاب الكليب ببطانة الرحم المهاجرة المسانة البولية ممكن توصاب المسانة البولية ببطانة الرحم المهاجرة يأما برايم ريليجان يأما جالها فيها مبدئيا مباشرة فيها او اتنقلها بالجوار يعني يأما اثناء الجنين في بطن الام لو قلنا المسانة البولية هنا يبقى ما بين المسانة البولية والرحم في جزء من تكوين الجنين يفضل موجود يأما بين فازايكو يوترين او فاجين وفازايكل يأما بين الرحم والمسانة البولية يأما ما بين المسانة البولية والمهبل يفضل كامل الانسجة دي لغاية لما البنت تكبر ويدب فيها هرمون الأستروجين والدورة الشهرية تنشط الخلايا دي اللي موجودة في علاقتها بالمسانة وتبدأ على سطح المسانة وتتوغل لداخل المسانة دي لو كان برايم ريليجن في المسانة البولية يا إما إيتروجينيك يعني بسبب جراحة قبل كده جراحة قبل كده إيه في الرحم أثناء عملية قيصرية أو السقصة الرحم أو السقصة الورمليفي بعض الخلايا تخرج وتنغرز في المسانة البولية لو جرحت أو بقت على الخلايا الخارجية فتنزرع جوه يبقى ده شكل من أشكال المرض الموجود في المسانة البولية تيجي المرأة تشتاكب إيه؟ تشتاكب إيه؟ تكرار في البول حرقان في البول أحيان بول مدمم ممكن تشخص على إنه سرطان في المسانة البولية هل ممكن نتعامل مع البطانة الرحم المهاجرة في المسانة البولية؟ آه ممكن نسقصة للورم؟ آه عن طريق إيه؟ يئما نخش بمنزار مسانة بولية؟ منزار في المسانة البولية؟ يئما على منزار البطن ونتعامل طيب ده هنتعامل النهاردة ممكن نعرض أكتر من خمستاشر حالة من داخل مستشفى الأمم في البطانة رحم مهاجرة داخل المسانة البولية اللي فوق دي الدكتور حطت إيده عليها دي المسانة البولية؟ دي المسانة البولية؟ وتحتها الرحم؟ وتحتها الرحم؟ آه تحتها الرحم؟ لكن إحنا هنا كمان هنعرض عن حالة بدأ يحصل تلايف وبطانة رحم مهاجرة أصابت الحالبين لدرجة قفلت عليهم وبدأ الحالبين دولا يرتشحوا يعملوا ضغط فقط؟ يعملوا ضغط لو اعتبرت الكليا دي بتنزل البول كده آه والكليا دي بتنزل البول كده آه وبعدين هينزلوا في المسانة أيوا تتميل المسانة يخرج البول برا لو اتضغط هنا وهنا بيبدأ يحصل إيه؟ حوض الحالب ده يتوسع يتوسع وبعد كده حوض الكليا لو بدأ يقفل يقفل لدرجة قفل تماما الكليا دي مش عارفة تصرف اللي فيها تتضخم وبعد كده تضيع خلاص حصل لها لس وبعدين يحصل لها ضمحلال وتنكمش وتفشل تماما يعني بمعنى اضغط لو احنا اعتبرت عاوز اقولي ان حالبين رجعنا بس الصورة دي كده تننقرب منها حالبين اكد ان كل واحد منهم بينازل اهو نرفحها بقى شوة يعني لو احنا قلنا قادل حالبين ماشي ماشي واضحة كده آه والاخدر ده حالب وبينزل نقطة البول والازرق ده حالب تاني وبينزل نقطة البول لغاية لما المسانة البولية تحت بتتجمع ولما المسانة البولية هتتجمع منها البول اللي نزل من الكلة باستمرار كده هنفضل المسانة لو اي جزء قفل الحالب ممكن يمنع البول ان ينزل بالشكل اللي نازل منهامر ده وبالتالي يحصل ايه ارتشاح في حوض الكلة ارتشاح في حوض الماء نبدأ من مدام نادية فرحات مرض بطانة الرحم المواجرة داخل مسانة البولية نقدر نستقصل الورم بالكامل بالمنزار عن طريق البطن وجزء عن طريق مسانة البولية هل نشوف مع بعض حالة مهمة في منطقة مهمة صعبة صعبة جدا وانها لو قلنا انها فري رير انها نادرة لا ده تصل دلوقتي مسانة البولية في مرض مسالك البولية اكتر من 80% من الحالات بتبقى موجودة في المسانة اكتر من 40% من بطانة الرحم المواجرة المتوغلة موجودة معها مسانة البولية من شكل اذا كان ساطحي او بدأت موجودة في العمق هل نشوف هل نشوف مع بعض ده المسانة والرحم ده بعد على الحقيقة عادي جدا ونخنب منزار البطن عدين هنفك المسانة مدام نادية دي عندها الام رهيبة واتشخصت على اساس انها ورم سرطاني في المسانة اتخذ عينة من منزار المسانة في معهد القومي للسرطان وجات للمريضة وكان فيها بطانة رحم مهاجرة لما اتخذت عينة بمنزار المسانة جات المريضة ادي منزار البطن واحنا بنفك التصاق ما بين المسانة البولية وبين الرحم فكينا الالتصاق وفي النهاية رسالة اسمعها منك انت اللي هتخذت بالمرض ليه جمهورك والله عاوز اقول ان احنا على الدرب مع بعض وعاوز اقول ان لسه الطريق طويل لمعرفة الحقيقة الكاملة لمرض مثل بطانة الرحم المهاجرة بابعاده الحقيقية بمدى انتشاره بمدى تعمقه بمدى خطرته بمدى الوعي المفروض بمدى حرصنا على بناتنا بجد ان احنا البربنتي بيتر دان كيور او البربنشان بيتر دان كيور الوقاية خير من العلاج والوقاية دائما لا تأتي الا الا بالمعرفة ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ده حتى اتقاء الله وقاية عشان الاخراج يعني اتقاء الله كأنك تقي نفسك من التقية انك يبقى فيه جزء من الوقاية لكن لما ربنا يقول له وذلك اقرب للطقوة الطقوة هنا مش معنى انه طقي يعني طيب او انسان وارع فقط ولكن ياخد كل اسباب الوقاية من الوقوع في المشاكل حتى في علاقته بالاخرين او بالمرض الحقيقة انت نورتنا واسعدتنا ويعني فعلا استفادنا استفادة كبيرة جدا من هذه ودايما مبتع ودايما متجدد وعندما اظن ان احنا وصلنا الى ذكر تفصيلي عميق جدا لمثلا المرض ما دائما بتبهرني في اللقاء اللي بعده وبتجيب لي حاجة جديدة للغاية عايز اقول حاجة مهمة جدا اسعدني جدا جدا حواري مع طيور مهاجرة مصرية اسعدني حواري جدا مع سيدة فاضلة عظيمة جدا مصرية هتعيش في ألمانيا حقيقة اسعدتني جدا بحوارها واستماح علينا لقاء مع صديق في هولندا استوز إبراهيم لقاء مع صديقي في أبيكا استوز إلياس الناس دي بتتفرج علينا وبتتفرج علينا بجد وأسعدني جدا إحساسهم وهم بيقولولي ان احنا بنقبق مبسوطين جدا وحنا بنقدمكم للأمريكان أو الهولنديين أو الألمان على أن دول هما المصرين الحقيقيين خليكوا دايما مع المصرين الحقيقي وخليكوا دايما مع الدكتورين